بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب أول سنو يا رب كنوا بخير وعودا حميدا بعد غياب طويل انا عارف ان احنا ما اشتغللاش الترم الاول مع بعض لكن الحمد لله جماعة راجعين مع الترم التاني واللي خلاني صراحة يعني اشد في الترم التاني معاكم ونصور ونشتغل في الترم التاني محاضرات ان شاء الله بانتظام ووعدكم بإذن الله كده من غير مقاطعة ربنا وفقنا يا رب كده ويبقى عندي وقت واقدر اشد معاكم طول الترم ان شاء الله هيكون يا جماعة في شرح وحل خلي بالك هنا على يوتيوب طيب ايه بقى يا دكتور اللي خلاك يعني تفكر تاني الترم التاني ان احنا نشتغل مع بعض طول الترم كده وننزل محاضرات بانتظام لان يا جماعة المنهج بتاع الترم التاني هو اصعب اصعب يا حبيبة اصعب يا اسماء بالمناسبة يا جماعة احنا معنا اسماء وحبيبة قاعدين بيسمعوا الحصة اسماء اختي وحبيبة بنت عميتي فبنصياتهم يعني وكده عشان هم عايزين يتشهروا بس لا عليكم يعني يا شباب اي سؤال يا جماعة ما تيتحرجوش ها انت وزي اخوتي برضو تمام فيا شباب محاضرات الترم التاني هتكون اصعب بكتير من الترم الاولاني انا بصوا هي ان شاء الله ان شاء الله بعد ما تسمع الشرح هكون حاجات سهلة جدا وعبيطة لكن منظرها كده من اول مرة يخض من دريف بقى وغراسة وكرمسمات ومادة وراثية وجينيات وكسس جبيرة جدا جدا يعني انت هتتخضى منها فيعني واحدة واحدة كده ان شاء الله يعني الدنيا ان شاء الله هتيمشي مع بعض كده بسهولة علشان الترم ده يمشي كواس جدا ونجي فيه اعلى الدرجات انا بس اطلب منكم حاجتين اول حاجة انك تعرف كل اصحابك بالمحاضرات الجديدة طبعا جماعة المحاضرات القديمة موجودة احنا شرحنا شرح 20-21 و20-22 يعني ده شرح وده شرح مختلف وده جماعة المرة التالتة اللي بنشرح فيها الاحياء الاولى سنة والترم التاني تمام فلازم لازم تكونوا مقدرين يا جماعة المجهود دوت تشارروا المحاضرات دي في كل مكان وتعرفوا كل اصحابكم وطبعا اللايك الجميل علشان يوصل لكل الناس اللي في سنة عامة وقل لنا رأيك في الشرح ان شاء الله بعد المحاضرة في كومنتي او اعمل كومنت قبل وكومنت بعد يعني قبل الشرح وبعد الشرح ووريني نفسك في كومنتات تمام طيب ازيكم يا شباب الاخبار تمام ماشي النهاردة معنا حاجة اسمها الوراثة بداية الوراثة خلاص المشكلة فين بقى ستة اسماء مشكلة ان مثلا مثلا يقوم واحدة تولد خلاص كل شوية تحمل وتلوت تحمل وتلوت وكذا كل شوية مرة من المرات ولدت معرفناش ده ولد ولا بنت يعني احنا مش عارفين حدل يا حبيبي خلاص كده بحقق على ايه فنعمل ايه بقى نقوم نعمل ايه حد عارف يعني جماعة اللي عارف يكتب في الكومنتات يعني احنا اه هتقول لي تب ما تبص عليه لو مثلا هتعرفه يعني هو ورد ولا بنت هتعرف لا احنا مش عارفين نشوف حاجة ما تحقصيش احنا مش عارفين نشوف حاجة يعني احنا بنبص على الولا مش عارفين نشوف حاجة فبنلجأ يا جماعة لعمل حاجة اسمها الكريو طايبنج او الكاريو طايبنج ما معنى كلمة كاريو طايبنج اسمها حاجة اسمها الطرز الكروموسومي يعني ايه الكلام ده؟ يعني جماعة بنجيبي الوت ده وناخد منه عينة او الطفل ده نشعرفين هو ولد ولا بنت بنجيبه جماعة ناخده منه عينة ونحلل هذه العينة تحت الميكروسكوب ونضص على كروموسوماته عشان نشوف ده ولد ولا بنت دكتور طب فيه مشكلة برضه يعني احنا مش فهمين تحكوا على ايه؟ دلوقتي احنا ما نبص على كروموسوماته هنعرف ازاي ده ولد ولا ازاي ده بنت انت عايزين حاسة تمشي هبوس كده بجد تحكوا على ايه؟ والله بجد بس يا حبيبة بس مش هنقرد ده يا جماعة فيا شباب احنا اللي بنعمله كله ان احنا بنشوف حاجة اسمها الترز والكروموسومة تمام؟ طيب هذا الترز والكروموسومة يا جماعة بيختلف بين الاناث والذكور يعني ايه الكلام ده برضه؟ بصوا يا شباب المعروف لنا كلنا واللي احنا اخدناه قبل كده في التالت عدادي وقل اعدادي وتاني عدادي ان احنا يا جماعة عارفين كويس ان الذكر يا شباب الذكر بيتجوز انثة صح ولا ايه؟ وهما الاتنين يا شباب بيخلفوا صح؟ هذا الذكر يا حبيبة اللي هيتجوزك ان شاء الله بيوساهم يا جماعة بحاجة اسمها حيوان منوي او مشيك زكري خلي بقى لك اسمه ايه؟ اسمه يا اسمها مشيك زكري صح كده؟ طبعا انت عارف ان اسمه في الانسان ايه؟ حيوان منوي صح كده؟ والمشيك في الايوة الله ينور عليك يا حبيبة وفي الانس يا جماعة حاجة اسمها بويضة بيكون مدورة كده وجميلة وامورة اسمها بويضة ركزوا معايا جماعة هذا المشيك الزكري يا شباب وهذه البويضة الجميلة جماعة بيتحدوا مع بعض عشان يكونوا حاجة اسمها زايجوت جميل تمام؟ هذا الزايجوت يا شباب هذا الزايجوت بعد كده بينقسم انقسام ماي توزي ويكبر يا اسماء عشان يعمل حاجة اسمها البيبي البيبي او الجنين صح كده؟ هذا الجنين يقعد يكبر 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 لحد ما يبقى قدنا يعني احنا حابقة في الاساس اصلا اصلا ايه؟ مشيك زكري من القب ومشيك انسة ومن الام خباص كده؟ الزكري اسمه ايه؟ حيوان منوي والانسة اسمه يا اسماء بويضة يتحدوا مع بعض عملوا الزايجوت هذا الزايجوت ده اما يجيب زكر واما يجيب انسة على حسب ايه بقى ركزوا معي بص يا جماعة عندي حاجة اسمها كروموزومات جنسية خلاص كده كده يا شباب البوايضة ده هي دي البوايضة بتكون بيمن كروموزومها الجنسي اكس بالمناسبة نحو تقول كروموزوم هو بالانجليش اسمه كروموزوم ليه بقى؟ عشان الاس لما تقع بين اتنين مضحابك بتتنطق زا خلاص كده؟ فهي كروموزوم ده بالعربي لكن بالانجليش هي كروموزوم فمحدش يا جماعة يفكرني بقولها مثلا بغلط فيها يا اسمه كروموزوم فلما اقولها كده او كده عدهل انتفقنا حلو جدا دايما البوايضة بتكون كروموزومها الجنسي اكس دايما دايما يا اسماء مفيش بوايضة واي البوايضة دايما اكس خلاص كده؟ هذا الحيوان المانوي يا جماعة ركزوا معشان اسألكوا سؤال دلوقتي هذا الحيوان المانوي يا شباب قد يكون اكس وقد يكون واي تمام مركزين؟ يعني البوايضة اسمها دايما اكس اما الحيوان قد يكون اكس او واي صح كده؟ حلو يلا يا شباب لما يتحت حيوان مانوي من النوع اكس بس خلي بالك يا جماعة ما ينفعش كل الاتنين مع بعض هوا حيوان واحد ام اكس وامة واي صح كده؟ فلو اتحت اكس يا شباب مع البوايضة اللي هي كده كده اكس يعملوا حاجة مع بعض اسمهم ايه؟ اكس اكس مش اسمه بقى الكروموسومات الجنسية اللي في اسمهم اكس اكس او الزوج ده اسمه اكس 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 ده بتاعك يا حبيبة بتاعك يا اسمائي يعني اي خلية في جسمك فيها زوج زوج يعني ايه؟ اتنين من الكروموسومات الجنسية نوعهم اكس اكس يبقى دي ايه؟ انسة تمام؟ ماشي؟ طيب لو اتحت يا جماعة حيوم انا من النوع واي مع ابو واي ده من النوع اكس يعمل ايه اسماء؟ زوجت من النوع اكس واي صح؟ هذا الاكس واي يا جماعة هو ذكر هو ولد تمام؟ حد فاسألكم بقى سؤال كده مين المسؤول عن تحديد الجنس؟ يا ترى يا دكتور الزكر او الانسة؟ الزكر طبعا ما هو كده كده يا جماعة الانسة بتجيب بوايضات اكس بس تمام؟ كده كده اكس هي كده كده بتساهم ب اكس و اكس ده بيخش في البنت بيخش في الولد اما اللي بيحدد يا جماعة الولد ده او الطفل اللي جاهده هو ولد ولا بنت هو الزكر اصلا يا دكتور الزكر لو وضع حيوان منوي يتحد مع هذه الاكس الجميلة يعمل لحضرتك اكس واي بقى ولد خلاص بقى ميل ذكر اما لو الزكر وضع اكس يتحد مع هذه الاكس الجميلة يعمل ايه؟ اكس اكس انسة جي مقدمة مهمة جدا جدا فيهمتوها يا شباب فيهمتوها لما نشوف بقية اسماء واحد بيتخانق مع امراته او بيتطلقها يا حبيبه مثلا عشان ايه؟ علشان ما بتجيبش اللي بنات ده يبقى متخلف ولا لا ده متخلف لان هي ملازم هي كده كده ما عندهش اللي بقى وضعات اكس انت يا حيوان انت اللي بتجيب الاكس او الواي فهي ملازم دعوة تمام؟ ده ايه؟ متخلف ما يعرفش حاجة تمام؟ بتوصل لطلاق بتوصل لضرب بتوصل لشتير بتوصل لدبح يا حيوة كمان خلي بالك يعني خلي بالك عن نفس ما تاخدش واحد متخلف يا حبيبه خلاص كده؟ طيب في ده جماعة مقدمة جدا جدا مهمة لازم نكون عارفينها علشان نبدأ في الدرس بتاع النهاردة طيب نيجي بقى لسؤال مهم جدا دكتور انت بتقولي دلوقتي كروموسوم جنسي واي او كروموسوم جنسي اكس و كروموسوم جنسي اكس تمام؟ وهذا الذكر يحتوي على زوج من الكروموسومات الجنسية اسماء اكس واي صح كده؟ يجي سؤال مهم هو محمد يعني ايه كروموسوم؟ هو يعني ايه كروموسوم اصلا؟ ده اللي هنعرفه جماعة طيب شوف بس مدل كده ونمسح فين المندي الاسماء؟ هادي ايه هي المندي بسم الله بصوا جماعة دلوقتي يا شباب احنا بنقول كروموسوم 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 يعني ايه كروموسوم اصلا؟ بصوا جماعة صلوا بينا عن نبي احنا خدنا الترمي الاولي اسماء في اول درس في المنهج حاجة اسمها تركيب الخلية صح كده؟ كانت عبارة عن ايه الخلية يا اسماء؟ تعرف يا حديدة؟ اول حاجة جماعة كان فيه برا الخلية كده حاجة اسمها غشاء الغشاء بلازمة اللي هو كان عبارة عن طبقتين من الفوسفولايب ده صح كده؟ كويس داخل هزا الغشاء بيكون فيه حاجة؟ حاجة كتير صح ولا ايه؟ اولا بيكون فيها جماعة المية بتاع الخلية اللي اسمها؟ سيتوبلازمة شطار بعد كده في منتصف الخلية بيكون فيها حاجة اسمها؟ النواة فركزوا بقى معايا يا اسماء يا حبيبة النواة ده هي؟ هي الزرقة يا دكتور ده ما فدت تكون مدورة معلي نعدهالي انا اعملها مستطيلة تمام؟ عديتوها لي؟ نكمل بقى دي النواة يا جماعة خلاص؟ ركزوا معايا احنا خدنا قبل كده عضايات كتير زي ايه مثلا؟ اقول عضايات كده يا اسماء؟ زي ايه مثلا؟ زي الميتوكوندري مثلا؟ اللي كانت نسئول عن تصنيع ايه؟ شطرة خدنا مثلا حاجة اسمها الشبكة الاندوبلازمية الخشنة يا دكتور اللي كان عليها رايبوسومات اللي كان بتصنع مين يا حبيبة؟ البروتينات صح؟ يا دكتور مثلا دي شبكة الاندوبلازمية خشنة خدنا مثلا ايه اسماء شبكة الاندوبلازمية ملساء ملساء جماعة كاب بتعمل ايه؟ قلك يا دكتور الله دي مثلا كاب تصنع الدهون لانها ملساء فاتس ، دهون نعمة خلاص؟ حاجات كتيرة تمام؟ حلو خالص انسوا كل ده مايهミنيش النهاردة اللي هيمين النهاردة يا شباب هي النواة لان النواة يا جماعة بيها حاجة اسمها الكوروماتين اسمع صوتكم بقى اسمها ايه؟ الكروماتين أخيرها إيه؟ نون الكروماتين أو مادة كروماتينية خلاص ركزوا معي يبقى يا أسماء اللي جوه النواة اللي أحمر دا شايفينه يا جماعة؟ شايفينه؟ حاجة اسمها يا شباب الكروماتين الكروماتين بص بقى حبيبة دلوقتي مثلا أني أنت شعر خشن أو ناعم خشن خلاص وأنت يا أسماء شعرك ناعم كويس أنت يا حبيب أقولونك إيه؟ أمحاوي أو أبيض وأنت يا أسماء لونك أبيض سنانك يا حبيبة صفرة أسماء سنانك صفرة برضو خلاص؟ مثلا أسماء أطور من حبيبة أسماء أطور من حبيبة حبيبة أصر من أسماء حبيبة أدخن شوي وهكذا خلاص كده؟ فاللي بيحصل يا شباب النهاردة يوم الفضايح فاللي بيحصل يا جماعة إن كلنا عندنا صفات وراسية مختلفة تماما عن بعض استحالة يا جماعة نلاقي اتنين ناس أو أولاد زي بعض بالزبط استحالة إلا أسمة نصين تعرفهم؟ أكيد بتشوفوا ناس كده زي بعض بالزبط أكيد نهم فلوا أسمة نصين ده الوحيدين اللي عندهم صفات زي بعض خلاص؟ لكن حتى الإخوات اللي مش متماسلين أنت مثلا وإحمد أنت ومحمد أنت وإنا أسماء مش زي بعضة في حاجات كتير خلاص يا جماعة؟ فاللي بيحصل يا شباب إن إحنا صفاتنا مختلفة يعني الإخوات نفسهم صفات مختلفة ما بقى لك بقى بنتي وحد غريب أكيد صفاتنا مختلفة لماذا تختلف الصفات؟ تختلف الصفات يا شباب عشان المادة الوراثية مختلفة من حد للتاني لما أقول لحضراتك بقى إيه هي المادة الوراثية تجاوب عليها بالفم المليانة بكل ثقة تقول لي المادة الوراثية هي الكوروماتين يبقى فين المادة الوراثية يا شباب يا أبطال يا دكاترة فين المادة الوراثية؟ جوه النواه جوه الخلية فين في الخلية في السيطوبلازم؟ لا في أي حتة؟ لا في النواة واسمها ايه؟ اسمها الكوروماتين بالنون جماعة جميع العلماء قال لك احنا عارفين ان الكوروماتين ده هو اللي بنقل المادة الوراسية فاحنا عايزين نحلله دايما يا شباب اي حاجة مكففة او اي حاجة غامضة العلماء دايما يجبوها ويفردوها تحت حاجة اسمها المايكروسكوب خدنا في قولة سانة والترمي التاني الترمي الاولاني المايكروسكوب الضوئي والالكتروني الالكتروني كان بيكبر كم مره اسماء؟ اكتر من مليون والضوئي كان بيكبر كم مره؟ مليئة حاجة كده يعني خلاص كده؟ حلو قوي فيا جماعة لو جبنا هذا الكوروماتين فردناها جماعة تحت المايكروسكوب هنشوف ايه بقى؟ قال لك يا دكتور هتشوف دي ان ايه مكسف لا تركيز بقى من نار يعني ايه دي ان ايه مكسف؟ يعني جماعة دي ان ايه اللي هو بيشير صفاتنا الوراسية اللي عليها الجينات هفهمكوا يعني ايه دلوقتي خلاص؟ فالكوروماتين جوا حاجة اسمها دي ان ايه مكسف وركس بقى بس كده قال لك بس كده هذا الكوروماتين يا شباب عبارى عن دي ان ايه مكسف بالبروتينات خلي بالك اسماء احنا جنادنا والله في قولة سنوال تربال اولاني حاجة اسمها البروتينات صحي اكده وان بعض البروتينات تدخل في تركيب الاحماض النووية اكرا حاجة، ما هي الاحماض النووية اللي فكرها الـ DNA الأحماض النووية DNA و RNA تمام؟ هذه البروتينات يا شباب نوعين بروتينات هستونية سمعنا الاسم اللي قبل كده هستونية وبروتينات عكسها غير هستونية تمام؟ يبقى سؤال الكروماتين عبارة عن حكتين DNA وبروتين سهلة؟ عبارة عن حكتين الكروماتين DNA وبروتين طب سؤال بس هو DNA وبروتين مع بعض اتكسفه عمله مع بعض الحاجة اسمها؟ كروماتين هاته الكروماتين فين في السيتوبلازم؟ في النواهي اللي جوه الخلية حلو كده؟ أكمل؟ يلا نكمل بسم الله فجماعة كده DNA وبروتين بيكونوا الكروماتين ماشي قال لك يا دكتور الله العلماء فيه خناقة جبيرة خالص ناخدها ان شاء الله في تلدة سنوية ان مين المادة الوراسية؟ كده كده المادة الوراسية من دلوقتي لازم تكونوا عرفينها انها DNA يقول لك ايه؟ ده انت ال DNA بتاعك حليوة كده ما يخليك ود حليوة ود طويل ود أبيض ود وثيم زي كده فيكون ال DNA بتاعك كويس حلو صح نارجسيها للصب فجماعة ال DNA ده هو اللي فيه المادة الوراسية خلص كده؟ يبقى سؤال يا اسماء هل البروتينات الجوه الكروماتين دي هي اللي بتشيل المادة الوراسية؟ ولا ال DNA؟ يبقى انا كنت بقول في الاول عبارة بتحك بيكو عليها بتحك عليكو بيها ازاي بقى؟ كنت بقول لك الكروماتين ده هو المادة الوراسية بس دي عبارة مش كلها صح لان الكروماتين ده فيه حاجتين DNA؟ البروتين ده بيشيل مادة الوراسية؟ لا امال من اللي بيشيل ال DNA بس خلص؟ يبقى احنا كده خطوة خطوة كده بنتقدم في المنهج يبقى يا دكتور عارفين دولات ان ال DNA ده هو المادة الوراسية؟ ماشي محمد برضو ايه ال DNA ده؟ ما هو يعني ايه DNA؟ حمد ناوي برضو يعني ايه؟ ركزوا معي بصوا جماعة العلماء قاعدوا بصوا على الخالية طول ما هي عايشة خلاص؟ لم يتمكنوا من رؤية ال DNA بشكل واضح وصريح مش مكسف يعني في الطبيعة يا جماعة هو مطلعبط على بعضه خلاص؟ ما شافوهش يا جماعة واضح ويعرفوا ويميزوه إلا إلا عند الانقسام الخلوي شافوه يا جماعة خلي بالكم شافوا ال DNA يا حبيبة على صورة كروموسومات ده صحة ولا غلط؟ ردوا لاتنين مع بعض الكروموسومات عبارة عن DNA منظم صحة ولا غلط؟ صح طبعا يا جماعة أنا قلت إن ال DNA مش هنشوفه هو مطلعبك مش هنشوفه إلا لما الخلية دي جي تنقاسم هيرتب في صورة إيه؟ كروموسومات يبقى أسماء الكروموسومات عبارة عن DNA مترتب بس في صورة كروموسومات بس خلاص كده؟ حلو جدا طيب دكتور احنا خدنا قبل كده في تالة عدية دي حاجة اسمها الانقسام وخدنا جماعة قبل كده إن الانقسام نوعين انقسام يا دكتور بتاع الخلية نوعين إما انقسام ميتوزي وإما انقسام ميوزي السؤال يا جماعة احنا بنكبر إزاي؟ والله يا دكتور مثلا العظام بتاعتي بتطول والعضلة بتاعتي بتتخن بتكبر برضو بقى فيها دخام عضلية إزاي برضو؟ يعني ده بيحصل إزاي؟ بيحصل يا جماعة بالانقسام الميتوزي عشان حضرتك مثلا تطول فخلاك باستمرار بتنقسم انقسام ميتوزي تمام كده؟ حلو يعني إنكسام ميتوزي يا جماعة يعني مثلاً مثلاً يا أسماء دلوقتي أدي خلية هي خلاص هتنقسم إلى خليتين بالإنكسام الميتوزي صح كده؟ ده كلام كويس جداً طيب خذنا بقى زمان أن الإنكسام الميتوزي مراحل مراحل حاجة أسمعه الطور التمهيدي أو البداي الطور الاستوائي الطور الانفصالي الطور النهائي فاكراً حاجة؟ يبقى جماعة طور تمهيدي استوائي انفصالي نهائي ده مراحل للإنكسام الميتوزي بص يا جماعة اختصارة عشان ما نتقولش على بعض بأصدر مش محتاجين كل التفاصيل دي الطور التمهيدي يا شباب الخليه ده هي بتستعد للإنكسام اسمه تمهيدي أو البداي خلاص كده الطور الاستوائي خلي بالكوا بقى الطور الاستوائي ده يا دكتور اللي بشوف فيه الـ DNA الـ DNA على صورة كروموسومهد طيب محتاجة وضح برضه كده عشان ايه يعني يا جماعة دي برضه خليه ايه وجواها النواه جوا النواه حاجة اسمها ردوا علي الكروماتين صح كده هزا الكروماتين انا شايفه ولا هو متلعبك متلعبك خلاص كده مش هشوفه واضح في صورة كروموسومات الا عند انكسام الخلية في الطور الاستوائي بص اللي هيحصل كده هتلاقوهم يا جماعة مترتبين عند خط استوائي الخلية بالشكل ده اسمائي شايف الكروموسوم شايف الكروموسوم يا حبيبة اهو فمش هشوف يا جماعة الكروموسوم على صورة كروموسومات فعلا الا في الطور الاستوائي عند انكسام الخلية طيب يبقى دكتور كده احنا قلنا الكروماتين عبارة عن حاجتين دي إني ايه وبروتين هل البروتين بيشيل ملد ورسية الاجابة لا اللي بيشيل صفاتي الورسية هو الدي إني بتاعي خلاص بيروسه من اين حد تعرف ايه بيروسه من اين اللي دي إني ده من بابا وماما صح كده ما انا اصلا بحمل جينين او بحمل جينات او كروموسومات جنسية جاية من بابا وماما فكل الكروموسومات جاية من نصها من بابا نصها من بابا صح كده ده اللي بيحصل لجماعة فيا شباب الفكرة كلها ان الدي إني ايه ده بشوفه على صورة كروموسومات كده هو في الطور الاستوائي في الإنكسام الميتوذي طيب حلو جدا جدا ماشو فده جماعة الكروموسوم كل كروموسوم يكون عبارة عن 2 من الكروماتيد اداة لاتصل لك، انا اخذنا شيئا اسمها كروماتين بالنون شيئا اسمها كروماتيد بالدال ايه هو الكروماتيد؟ هؤلاء هؤلاء اثنين يكونوا كروموسوم what's the human email and the CM pattern of theraisal faith curve مثل العب regardless of what does it seem to be وصلت بالله إذن basketball then know AL hospitalized كروماتين هذا ايه؟ كروماتين بالنون ده عبارة عن كل الكروموسومات في قلب نوات الخلية عملين ازاي متلعبكين ومالك كروماتيدي يا حبيبة ده عبارة عن اتنين بيتحدوا مع بعض عشين يكونوا الكروموسوم خلي بالكواب بقى بقولك يا اسمام متصل خلي بالك بص هو عمل كده دي كروماتيدي ودي كروماتيدي يقربوا اسمام بعض كده كده وكده ويمسكوا في بعض هنا كده في منطقة بنسميها شباب السنترو سنترو مير لا يا اسماء السنترو سوم اللي خدنا الترم الاول كان الجسم المركزي كان الجسم المركزي اللي بيساعد في انكسامة الخلية عارفة؟ لما الخلاة تخش الطور اللي استوي ايه ده خلي بالك بقى اسماء اللي بيحصل بقى ان الكروموسومات دي بتتئزم لاثنين نص الكروماتيديات يروح فوق ونصها يروح تحت اللي كان بيشدها يا اسماء حاجة اسمها خيوط مغزلية اللي كان بيتلحها السنترو سوم صح كده؟ ده كلام جميل اما دي اسمها ايه؟ السنترو مير ده كلام جميل بقى حاجة marginsلتhaus سنترو مير والسنترو سوم ده كلام عظيم جدا 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 طيب نكمل بقى فشباب كل كروموسوم عبارة عن اتنين من الكروماتيتات متصلين مع بعض عند السنترو مير بيساموه القطعة اللي في نص الكروموسوم خبص كده? ده كلام جميل طيب اللي ما اسكتو؟ ما اسكتوش ياخدوا الكروموسوم ده و الكروماتيديات ده ويفكوها هل لبقى إحنا عارفين كواس ان الكروموسوم ده عبر عن دي ان اي مكسف خلا بالك بقى تعال انشوف باسم الله يلا نفكه هتلاقي يا دكتور بقى بعد كده دي ان اي يا شباب عبارة عن شريطيني مهم جدا انتبقوا عارفين ان دي ان اي يا شباب دي ان اي بيكون اسمها شريطين اما ال ار ان اي بيكون شريط واحد بس خلاص الفرق هنعرفه بعد كده ان شاء الله لما نكمل شوية خلاص يبقى يا شباب ده لما لاقي شريطين من المادة الوراسية بقى دول ايه دي ان اي لقيت شريط واحد يبقى ار ان ايه ده كلام محترم جدا طيب بص جماعة دلوقتي نصلى عناب كده فكنا دي ان ايه لقى عبارة عن كم شريط شريطين هذا الدي ان ايه اللي عبارة عن شريطين الشريطين دول يا شباب الوحدة البناء بتاعتهم اللي هتقولها تبقى ممتازة خدناها في قولة سنوية لا احنا خدنا البوليمرات والمونيمرات البوليمر الكبير اللي كان اسمه كاربوهايدرات الوحدة البناء بتاعته كان اسمها لا استنى بقول الكاربوهايدرات تقولي سكر احادي طيب بروتينات احماض امنية دهون او لايبيدات احماض دهنية الايكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليوكليو اقول لحضراتكم بقى يا شباب الوحدة البنائية للDN ايه تقولولي ايه النيوكلتي ده السؤال عامل ازاي هزيه النيوكلتي ده احنا خذنا قبل كده تركيب السكر الاحادي والحمد الاميني والحمد الدهني عامل ازاي النيوكلتي ده بص يا ست عبارة عن قولي اسمها تعرفي يلا اول حاجة سكر خماس يا جماعة بيكون خماس الكربون كدهو فيه خمس ذرة كربون تمام اسمو دي اوكسي ريبوز تمام قاعدة نيتروجينية متصلة بزارة الكربون رقم واحد مجموعة فوسفات بيك فور متصلة بزارة الكربون رقم خمسة سؤال بقى في الكيميا الفوسفور ده ايه تكافؤها ايه ثلاثة صح بيك فور سلب تلاتة بتكتسب مش بتفقد خلاص مش زال فلا بص يا جماعة فديه شباب الايه الكوروماتيدات انا عايز بس اجمع لانا قلته يا شباب احنا فين في الحياة احنا فين في الحياة دي الخلية يا جماعة يا حبيبة دي الخلية بطال اللي عبد دي الخلية ودي النواة. النواة جواها مين? النواة جواها مين? الكروماتين. خدنا الكروماتين ده فكناه. بقى عندي حاجتين. دي ان ايه? وبروتين. البروتين ده مش بحتاجه. فكك منه. هستونات وغير هستونات. مش مشكلة مش مهم عندي يا اسماء. مهم عندي المادة الوراثية اللي انا بقررسها من بابا وماما. دي المهم عندنا. اللي بندرسها النهاردة. خلاص? اما دي ان ايه يا شباب عبارة عن ايه? عبارة يا دكتور والله عن. بشوفه على صورة ايه? عند الانكسام في الطوري الاستوائي. على صورة ايه? كروموسومات. كروموسومات. خلاص؟ هذا الكروموسوم GORDON عبارة عن اتنين من الكروماتيدات متصلين عنده? ماتسل.واسطة. سنترومير. خدوا الكروماتيدي ده فكها. هتلاقى عبارة عن شريطين من ال dnr. كل الشريطي عبارة عن نيوكلوتيدات. نيوكلوتيدات. طيب. فمين لحد كده? اني اللي اسماء? الكروموسوم هو لي فيكще تنكروماتيد. خلاص كده؟ وكل الكروميتي ده عبارة عن شريتين من الـ DNA انا قلتلك اصلا ان الكروميسم ده عبارة عن DNA مكسف احنا جبنا ده 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 عبارة عن شريتين قعدنا نكسفه كده ونشكله اكني معايا السلصال السلصال ده هم الشريتين خلاص؟ قعدت اشكلهم لحد ما عملتهم كروميسمات فيهمت حاجة؟ فاذا لما فك الشريتين دول هلاقي عبارة عن DNA شريتين فيهم حاجة؟ دي الفكرة كلها فيا شباب استنى بس يا بوب هاقولك اوه بصنا جماعة فيا جماعة دلوقتي انا عندي شريتين من الـ DNA لما كسفهم بشكل ما هعمل الشكل اللي هو عبارة عن اتنين كروميديات متصلين عند السنترومير وصلت؟ هاي طيب بصنا جماعة دلوقتي بقى كل شريتين عبارة عن نيوكليوتيدات خلاص كده؟ اللي جادي مهمة جدا بقى كل تلاتة بياملوا حاجة اسمها كودون او جين اه؟ جين او جين بصت بقى كلنا نسمع عن الجينات صح كده وقال لك انت جيناتك هلها فرنسية ولا ايه؟ انت عودك فرنسية ولا ايه؟ ده انت جيناتك ايه مختلفة شعر قصر مثلا عينك خضر ملونة جيناتك حلوة صح ولا ايه؟ فجماعة الجينات الجينات هي عبارة عن ايه بقى يا اسمها؟ هي عبارة عن نيوكليوتيدات على على ايه؟ عدين ايه؟ عدين اهو اهي؟ خلاص يبقى كده من الصغال الكلام ده مهم جدا في تلتة من الصغال الكبيرة جماعة اول حاجة النيوكليوتيدات دي اول حاجة خلاص كده؟ تلتة منهم يعملوا جين كل الجينات تعمل شريطين دي ان ايه؟ شريطين دي ان ايه؟ الشريطين دول لما كسفهم شوية وشكلهم يعملوا لي الكروموسوم اللي عبارة عن اثنين كروماتيد متصلين عند السنتروميث خلاص؟ الكروموسومات ده هي؟ بتبلي امتى؟ عند انقسام الخليفة الطور؟ قال لي استواء طيب وبعدين قالك يا دكتور والله بعد كده لما الطور دي يخلص يا جماعة بيرجع تاني يتكسف على صورة كروماتيد جوال خلية ده كلام محترم جدا 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 يبقى يا جماعة الجينات ده هي تحمل ايه بقى يا شباب؟ تحمل ايه؟ قالك يا دكتور الجينات ده هي تحمل المعلومات او صفات الوراثية يعني يا جماعة لون عينينا مثلا لون شعرنا طولنا تخننا لون بشرتنا التون بتاع صوتنا كل حاجة في حياتنا يا اسماء موجودة على الدينية سبحان الله خلاص كده؟ حلو جدا ده يا جماعة بالنسبة لي الجينات والمقدمة مهمة جدا 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 على الدرس طيب نراجع بسرعة جدا برضو على الانقسام الميتوزي والميوزي ده من ثلاثة عديدة بس مهمة عندنا برضو ومهمة في ثلاثة سنة وبردو مهمة جدا بصوا جمعا الانقسامة شباب في الخلية نوعين انا قلتلكم قبل كده ان الخلية بتنقسم ليه انقسام ميتوزي عشان تكبر عشان يكتروا علشان حضرتك تكبر في الحجم تكبر في الطول تكبر في الضخامة عضلت كتير وهكذا تمام؟ حلو جدا بصوا بقى الانقسام يا جماعة نوعاني انقسام ميتوزي اولاد وانقسام ميوزي بصوا بقى مهمة جدا ان نبقى عارفين ان الانقسام الميتوزي مش اختزالي مش اختزالي والانقسام الميوزي نوعين منه انقسام ميوزي اول وتاني الاول ده اختزالي التاني ده مش اختزالي اذا مين يا جماعة في دول زي بعضه؟ الميتوزي بيتشبه مع مين؟ مع التاني يبقى جماعة انقسام الميوزي الثاني مش اختزالي زي مين زي الميتوزي اما الاول ده اختزالي 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 حلو جدا جدا طيب بصوا يا شباب الخلايا في جسمها جماعة انواع منها يا جماعة خلايا جسدية وخلايا جنسية سؤال الخلايا جماعة في جسمنا انواع خلايا اولاد جسدية وخلايا جنسية الخلايا الجنسية شباب ممكن نطلق عليها امشاج خلايا جنسية اسمها امشاج زي مين قلنا من شوية؟ زي الحيوان المنوي وزي البوايدة وفي النبات المشيج الزكري اسمه حبة لقاح والمشيج قلنا ننسى اسمه بوايدة يبقى البوايدة في النباته الانسان زي بعض تمام؟ حلو خادص يبقى جماعة الخلايا في جسمنا جسدية وجنسية بصوا بقى الخلايا الجنسية الخلايا الجنسية اللي هي الامشاج يا شباب الامشاج 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 اما الخلايا الجسدية اللي هي العادية زي ايه مثلا يا حبيبة زي خلايا شعرك خلايا عنيكي خلايا وشك خلايا رجليكي خلايا دوافرك اي حاجة اي حاجة جسدية اقول عليها خلايا جسدية تمام؟ لكن الخلايا الجنسية اللي هي الامشاج اللي هي البوايدة بتاعتك خلاص كده؟ اسمها خالية جنسية أو مشيج كيف أنا؟ حلو جدا جدا طيب قبل ما نعرف المقارنة بتاع الخلايا نراجع الأول على الانقسام الانقسام يا شباب نعين انقسام ميتوزي وانقسام ميوزي من الاختزالي؟ اللي بيختزل عدد الصبغات للنص ما تقوليش الميوزي والتسكوتي لازم تقوليه الميوزي الأول أما الميوزي الثاني مش اختزالي تمام؟ تعال نشوف بسم الله بقول لك يا دكتور أن الانقسام الميتوزي يحدث في الخلايا الجسدية زي ايه الكلام ده؟ زي مثلا مثلا يا حبيب خلايا شعرك ممكن مثلا أن حلاء لك وشعرك يطلع عادي جدا صح؟ طلع ازاي؟ طلع ازاي؟ انقسم من الانقسام؟ ميوزي ميوزي؟ ميوزي ازاي؟ ميتوزي صح ولا ايه؟ حلو جدا طيب استنوا بقى بصوا جمعا بقول لك الانقسام الميتوزي يا جماعة مش اختزالي أسماء يعني سؤال لو خلية دخلت الانقسام الميتوزي كده هو؟ عندها مثلا مثلا مجموعة صبغية اتنين نون تعمل خليتين زيها بالظبط اتنين نون واتنين نون استني هقولك هقولك ازاي؟ انا عارف ان فيه سؤال دلوقتي ازاي الاتنين نون؟ تعمل اتنين نون صح كده ده السؤال صح؟ هقولك دلوقتي طيب ده يا دكتور اسم انقسام مش اختزالي انقسام أولاد ميتوزي اللي بيحصل فيه قالك يا دكتور اللهي خلية دخلت اتنين نون طلع خليتين اتنين نون واتنين نون ازاي الكلام ده بقى يا سبتة اسماء؟ قالك الخلية الجسدية يا جماعة يا شباب الخلية الجسدية علشان تنقسم انقسام ميتوزي فيه طور اسم الطور التمهيدي بتضاع فيه المادة الوراسية يعني الكلام ده يعني اصلا ده اتنين نون قبل ما تنقسم يبقوا كام؟ يبقوا اربعة نون عشان لما تنقسم تجي تنيل واتنين فهمين حاجة؟ فهمين حاجة؟ حلو جد طيب ده اسم مكسام ميتوزي طيب بقولك بقى جملة لو مش عجبكو همساح والله يا حبيبي لو قلت مش عجباني همساح تفهمنا؟ بص يا سبت بس لو تقش جموسة يعني يا بصي افهمي بقولك بقى الخلايا الناتجة تحمل نفس صبغيات الام الخلايا الناتجة تحمل نفس صبغيات الام صح ولا لا؟ صح طبعا طيب بقولك الخلايا الناتجة تحمل نفس المعلومات الوراثية تحمل نفس المعلومات الوراثية صح ولا لا؟ صح هقولك على مثال واقعي جماعة بتعورنا تعورها في ايدينا الدبوس مثلا دخل في صبغك وانت بتحط الطرحة خلاص اعورك واوة ماشي؟ هذه الواوة تمام؟ هذه الواوة يا شباب بعد اسبوع بجرالها ايه؟ خفت خلاص الخلايا اللي ماتت في خلايا تانية انقسمت وعوضتها السؤال بقى مكان الواوة بيطلع جلد مثلا اسود ولا زي بتاع القديم زي بتاع القديم في ازن الخلايا اللي ماتت انقسمت انقسم ميتوزي ادتني خلايا جديدة تحمل نفس الصفات ونفس المعلومات الوراثية تفقنا؟ حلو بيفكرك برضو ان الخطاة بتاعته انقسم اخبطات انقسم الميتوزي يعني تمهيلي استوائي انفصالي نهائي سهلة جدا جدا طيب قول لجماعة خلايا داخلت اثنين نون في انقسم الميتوزي تخرج اثنين برضو كل واحدة كام؟ اثنين نون زيها ليه؟ ما بيحصلش اختزال يا دكتور طيب شباب يعني اختزال اختزال يعني الصبغيات بتنقسم للنصف معلش يعني سؤال كده برضو يعني ايه صبغيات؟ يعني ايه صبغات اولاد؟ كرموسومات الكرموسوم هو هو اسمه صبغي يبقى حبيبة لما قولك كرموسوم هو هو لما قولك صبغي تمام؟ حلو اللي بقى لما قولك عدد الصبغيات هي هي عدد الكرموسومات سهلة؟ حلو جدا طيب قال انقسم الميوزي قالك يا دكتور ده انقسم اختزال يا ولاد يعني اختزالي بقى قالك يا دكتور والله يعني لو خلية يا دكتور اثنين نون يا اسماء دخلت الميوزي ده خصوصا يعني الميوزي الاول تخرج خليتين كل واحدة نون بس فها يا دكتور نصف عدد الصبغيات بتاع لا مش هيك الام امشاج الام عادي خلاص كده؟ حلو جدا بس بس يا متنمرين بس خلاص فها جماعة الميوز الاول ايه؟ اختزالي الميوز التاني جماعة مش اختزالي خلاص؟ حلو خلاص طب بصوا بقى جماعة هو ايه؟ لا ده سؤال مهم يا اسماء استني بقى هو ايه؟ الخلال في جسمي اللي محتاج عشان انتجها اعمل انكسام ميوزي او اختزالي يعني جماعة جسم كله المفروض كان اتنين نون صح كده؟ يعني فيه ستة واربعين كروموسوم هقولك دلوقتي ان شاء الله ايه الخلال في جسمنا يا جماعة؟ اللي لما تنقسم هتبديني حاجة نون بس فيها نص المادة الوراثية هي ايه؟ صح الامشاج عشان يا دكتور عشان اجيب المشيج اللي لازم المشيج يكون فيه نص المادة الوراثية ليه بقى؟ مهانا هشارك بمشيج ومراتي بمشيج فلازم هذه الامشاك تكون فردية احادية العدو الصبغي انا نون وهي نون عشان ابننا يكون اتنين نون زينا تاني هو سؤال لو المشيج بتاع بيطلع اتنين نون وبتاع مراتي بيطلع برضو اتنين نون يبقى ابننا كم؟ اربعة نون ده ينفع؟ العدو الصبغي هيبقى فيه ضابة للصفات الوراسية عند اربع عيون من اخرين وعند اربع ودان وعند بقين وعند اربع رجول وعند اربع ايدين دخلي بقى يا حبيب بقى ابنك اطلع كده مينفعش يا جماعة طبعا ده هاكس مينفعش يا ولاد حشان بس محدش غلطنا لو حدث تضاعف صبغي في الانسان يموت الانسان يعني لو الجنين ده جيه مثلا ان تلاتة نون يموت ما يكملش ما يطلعش اصلا خلاص كده ده كلام مهم جدا جدا فجماعة الانقسام الميوزي هو انقسام اختزالي الاول اختزال الثاني مش اختزالي خلاص كده طيب اقول لي بقى ده انقسام ميوزي والله ما يتوزي هرسمه انتو قولو لي خليه دخلت يا اسماء فيها 46 كروموسوم والذي هتطلعوا 23 كروموسوم و 23 كروموسوم هذا انقسم ايه؟ ميوزي اول ولا تاني؟ اول نفس الخلايا انقسم الثاني عاملته 23 و 23 و 23 ميوزي ايه؟ تاني صح ميوزي سيغل مفيش اختزال زي الفل طيب خلي بالك بقى ينفع اقول على ده ميتوزي؟ لا مينفعش لان الميتوزي ما يحصلش بعد الميوزي الاول يا اسماء الميوزي الاول والتاني بيحصلوا غرا بعض فلما لاقي اختزال كده ميوزي اول اللي بعده ميوزي تاني فهم حاجة؟ هو زي الميتوزي بس ما قولش عني ميتوزي اقول عليه ميوزي تاني ليه؟ لان قبله ميوزي اول حلو جدا الكلام ده ماشي؟ فكده جماعة بقولوكوا بقى ايه؟ ان الان قسام الميوزي بيحصل لخلايا المناسل ركزي بقى يعني ايه مناسل بقى؟ المناسل ده ايه؟ زي الخصية في الزكر والمب يض في الانس انت عندك مبايت صح؟ واللي عندك كان واحد اتنين واثنين صح كده؟ واحد من واحد شمال وركزوا معايا كده حاجة اسمها الموتوك في الزهرة بصي بقى الزهرة احنا طبعا احنا عارفين يا جماعة ان الزكر الانسان دهو عنده حاجة اسمها خصيتين الأنسはいا اسمها مبيضين صح؟ احنا واضحة؟ الزهرة هي في النباتات النباتت بتتكسر جنسين مثلنا النبات العضو الزكري فيها شباب العضو اللي ينتجير لأمشاج الزكرياء في الزهرة اسمه الموتوك وسي mane besطل شيء اسمها حبة لقاح نسمي يحنلي ان المشيج الزكري في الانسان اسمم هاذا؟ حيوان엽 مانويا، في الزهرة اسمه حبة لقاح الانسي ه vị او اسمه بوايدقة التي تطلع فيها كل شهر في الدورة الشهرية. اما في الزهرة اسمها برضو بوايدة. خلاص كده? بوايدة. يبقى جماعة المشيج الزكري في الانسان بيطلع من الخاصية. بيطلع من الخاصية. اسمه ايه? اسمه حيوان منوي. في الزهرة بيطلع من المتق. اسمه ايه? اسمه حبة لقاح. اما المشيج المنسوا في الانسان اسمها بوايدة. في الزهرة برضو اسمها جماعة بوايدة. هنا مبيض وهنا مبيض برضه. خلاص. يبقى جماعة المناصل خاصة في الزهر المؤنسة بقى يعني مناسل خاصة في الزجر اللي هو صغير زجري ومبيض في الأنسة lesans طف النبات متك في الزجر الزهرة المذكرة ليش because what's that? لم ي 처럼 الموبدة الذي اطلع البويضة البويضة دة هو الصغير صحةfal Bad dd? والخاصة اللي يطلع الحيوانية تتحدث الحيوانة موجودة وهو الصغير القول طب البويضة والحيوانات ما النوم ولا هاتنين نون نون واحدة بس نص المادة الوراثية خلاص كده يبقى الخصية نفسها بقى خلاياها فيها اتنين نون عشان تجيب المشيك اللي هو نون بتعمل انكسام ايه ميوزي صح يبقى جماعة اللي بتعمل الاتنين بتعمل الاتنين خلاص لان كده كده مجموحهم بأسماء اختزالي تمام بصي بقى يبقى يا جماعة عن انكسام الميوزي ده بيحصل في خلايا المناسل يبقى يا حبيبا لما اقولك المناسل بتقول لي ايه بقى خصية في الزكرة الانسان ومبيت في انسا الانسان مطق في ظهرة النبات اللي هو الزكرة يعني ومبيت برضو في ظهرة النبات خلاص بيسمع المناسل بتنقسم انكسام ايه ميوزي عشان تعمل اختزال تمام حلو جدا طيب سؤال بقى يا جماعة انتو بقى يا شباب ما تتكلموا ش انتو انتو بقى رجالة يا بناتي اعتروعوا اليوتيوب دلوقتي يا جماعة الخلية اللي هتنتج من الانكسام الميوزي فيها قد ايه من صبغيات او من كروموسومات الام النص ولا كل اكيد النص ليه بقى لان ده يا دكتور انكسام اختزالي بيختزل عدد الصبغيات للنص او بيختزل عدد الكروموسومات للنص طيب المشيج اللي طلع بالانكسام الميوزي للمناسل بيحتوي على قد ايه من المعلومات الوراثية للخلايا الاصلية النص ولا الكل اكيد برضو يا دكتور النص ليه? لانه جاء من انقصام مايوزي. Healthy。 فيا دكتور. الخليات الي هتجي من انقصام مايوزي زي الامشاج. وقال لك يا دكتور والله قادي يكون انقصام مايوزي اول او تاني. الي اختزل الا جاب هو الانقصام الاول الاول اما التاني مش اختزالي. ده كلام عظيم جدا جدا جدا. ج adapt جمعة كده راجعنا على الانقصام والميوزي والمايوزي. So yeah. كده قلنا ان الخلية فيها نواة. برجع ثاني والنواية فيها كرومتين الكرومتين ده هو المادة الورصية بس ده مش كلام مظبوط قوي لان الكرومتين ده عبرها عن حكتين يا اسماء ايه هم دي ايه وبروتين البروتين ده مش عايزه ده هي السونات وغير هي السونات يا جماعة دي بتكسف بس يعني يا دكتور اللي بيكسف الدي ايه ده يخليه كرومتين هي البروتينات تمام يا اسماء حالو هذا البروتينات ما ليس دعو بيها لانها متحملش مادة الورصية خلاص كده الي بيحمل المادة الورصية جماعة هي الدي ايه او الي بيحمل المادة الورصية هو الدي ايه خلاص كده كده فاصص الدي ايه هتشوفوا على صورة كرومسومات عندensгуسام الخلوي في مرحلة الطر ال坐راف الستوائي طب وبدأ لك يا دكتور والله بعد كده فأكلك الكرومسوم هتلاعبار عندي ايه والدي ايه يا جماعة عبارة عن شريتين كل شرية عبار عن نيوكليوتي دات كل تلاتة عبارة عن جين جين صح وكل جين بيدي بروتين يعمل الصفة الوراسية يعني مثلا في جين على الكرموسوم بيعمل البصمة بتاعتنا في جين بيعمل لون العيون في جين بيعمل لون الشعر ونعمتم سبسب ولا خشم مجاعة صح كده؟ حلو جدا طيب بصوا بقى جماعة دلوقتي بنعمل حاجة اسمها الترز الكرموسومي يعني ايه بقى شباب ترز الكرموسومي بقول لكم يا شباب الترز الكرموسومي ده بنجيب خلية من خلال كان الحي وندرسها كلها تحت الميكروسكوب عشان نشوف يا اسماء ويا حبيبة جميع كرموسوماته او جميع صبغياته لان يا شباب لان يا جماعة ان الخلية الجسدية زي مثلا خليت شعري خليت جلدي خليت عناية خليت منخيري بقى اي خلاف جسدي كله مع عدل امشاج مع عدل امشاج فيها يا جماعة ستة واربعين كرموسوم خلاص كده؟ سؤال بقى في الرياضة ستة واربعين كرموسوم ده يعني كم زوج من الكرموسومات؟ كم زوج؟ اتنين ايه اتنين ايه اتنين ايه بقولك كم زوج؟ تاسم على اتنين يعني كم؟ يعني يا دكتور تلاتة وعشرين كرموسوم صح كده؟ طيب بص يا ولاد اعز اقولكو على حاجة الخلية الجنسية اللي هي الامشاج يا شباب اللي هي الامشاج الجنسية ده ايه؟ بيكون فيها يا دكتور بس والله نصها ان اتنين 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 الاسم ال46 دول يا شباب لمجموعات جنسية يعني ايه بقى؟ يعني الخلال اللي فيها 46 يعني فيها 23 زوج بقول عليها double N او اثنين نون ليه اثنين نون بقى؟ عشان فيها جماعة عدد زوجي من الصبغيات كل اثنين كروموسوم يعيال عاملين كده جم بعض تمام؟ اما دهو فيه 23 كروموسوم فردي عامل كده بس مش زوجي فاقول على الخلال الجسدية يا اسماء اثنين نون لكن اقول على الخلال الجنسية نون بس نون بس نون ونون تمام؟ حلو طيب سؤال يا جماعة معلش يعني؟ الخلال الجسدية العادية اللي هي خلالها شعرق جلدك اي حاجة فيك؟ تنتظم انكسام ايه؟ ميتوزي ميتوزي عشان تكبر ميتوزي بص بقى اولاد اللي بينتج الامشاك يا اسماء الامشاك خلال مناسل خلي بالك اللي هي زي ايه؟ زي الخصية والمبيض والمتق والمبل برضو دي اصلا خلال الجسدية عادية الخلية الجنسية هي الامشاج تاني الخلية الجنسية هي الامشاج اللي احنا بنتجوز بيها تمام؟ الخلية اللي بتنتج المشيج هي خلال الجسدية يعني الخصية دي مش هاف جسمي والمبد دي مش في جسمك دي خلية اتنين نون عادي دي خلية كم؟ اتنين نون اما المشيج اللي طالع منها ده نون تاني 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 الخصية نفسها او المبيض نفسه ده يا دكتور خلية جسدية عادي جدا اتنين نون اما المشيج اللي طالع منها ده نون فتقول لي ازاي اقول لك عادي خلية جنسية المشيج نون طالع من خلية جسدية خصية او مبيض عن طريق انكسام ميوزي هذه الخلية الجسدية اللي هي الخصية او المبيض فينا تنقسم الخلية اللي جواها انكسام ميوزي تعمل المشيج تمام؟ فالمشيج ده هو الخلية الجنسية المشيج ده هو ايه؟ هو الخلية الجنسية اللي هو كام؟ اللي هو نون الخلايا اللي بتنتج الامشاك ده ايه اسمها خلايا المناسل اتنين نون عادي جده. هو اصلا نفع حد يو اصلا المبد بينقسم يعني حد ممكن الواحد بعدها هربع مبايد. لا هو مش المبد نفسه اللي بنقسم يكتر يبقى مبايد كتير لا المبد ده زي كس كده او يعني حاجة كده عضو في جسمنا او في جسمك بقى في جسم القنسة بيطلع من البيضات هو مصنع البيضات. يوجد من جوه خلايا بتنقسم عشان تعمل البوايدة. خلايا جوه المبيض خلايا جوه جوه هذا البيض الله، ابدا beleطس الان 제ضيقا بالنهاية من المصنع الation مصنع جوه خلايا جوه المبيضo الفياجة كالله الانجين نفسه او خلايا جسدية عاديم و بدون انقسم عاديم تحاديم يعتبا عند تصنع بوايدةً فibilities بس كالذي تصنع خلايا معينة جوه المبيضي بتنقسم انقسم ميوزي прص يا اسماء اهو عمل كده المبيض دهخلاص كدهفي خلائج ههو خلائجة سريعة جدا يعني بيكبر في انقسام ميتوزى عادي بس لو عايز يكبر!, اما لو عايز عليه في تسحص على ب Egypt Да ففي خلائجة معينة جواك plugin دههو هتنقسم انقسام ماء يوز يتعملك البوائضة ثمام لكن هو خلائجة جسะ لي عادة بس عشان يعمال بوايضةٍ لازم خلائجة معينة جوا تنقسم انقسام ماء يوزى tre azim. انا هناخدها ان شاء الله بالتفاصيل في تلت سنة خلاص ise فكده يا جماعة نوع الانقسام الذي ينتج الخلايا الجسدية انقسام ميتوزي أما الانقسام الذي ينتج الخلايا الجنسية والأمشاج انقسام ميوزي طيب لو بس ألكوا يا شباب عن كمية الدقن في الخلايا الجسدية النفس الكائن يعني اسمها أنت مثلا الدقن في راسك قد ايه؟ في خلايا شعرك قد ايه؟ 46 عادي وفي جلدك وفي ايديك 46 فالدقن ايه في خلايا نفس الكائن الحي متساوي لنفس النوع يعني جماعة كل الخلايا الجسدية بتاعتنا كلها بالاستثناء فيها 46 كرموسوم إيه سأنا جماعة كل الخلايا الجسدية في الانسان كمية الدقن فيها متساوية متساوية طيب لما اسألك بقى عن الدقن ايه في الخلايا الجنسية يا طرح 46 ولا 23 لا يا دكتور والله 23 يعني يا جماعة نصف المادة الوراثية او نصف كمية الدقن اللي موجودة في الخلايا الجسدية سؤال بقى يا شباب دلوقتي كل خلايا من الخلايا الجسدية فيها كم كرموسوم؟ 46 كرموسوم طيب نفترض بقى لو احنا نتكلم على ذكر وونسا تمام؟ الذكر ده عنده زوج من ضمن 23 زوج يا شباب بيكون زوج جنسي صح كده؟ زوج الجنس ده يا شباب هزل زوج الجنس ده هو لو احنا في الزكر يبقى اسمه ايه؟ XY صح كده ولا ايه؟ فده كرموسوم ايه اسماء؟ وده كرموسوم صح كده؟ من ضمن كم كرموسوم؟ 46 بصوا بقى ممكن اكتبهم ازاي؟ انا دلوقتي هكتب 46 دول بطرقة مختلفة يا جماعة هكتبهم في الزكر 44 زائد XY وهكتبهم في الانسة 44 زائد XX خلي بالك بقى من حاجة هم 46 والله عرفت ازاي؟ ايه ده 44 45 46 صح كده ولا ايه؟ وعند الانسة برضو 46 خلي بالك بقى 45 46 وهو XY ده؟ يعني XY صح كده ولا ايه؟ ده كرموسوم وده كرموسوم صح كده؟ حلو وXX ده؟ يعني برضو X و X يعني اثنين كرموسوم او مش X ده واحد و Y واحد؟ بالزبط لا زوج ولا زوج لا هم الاثنين زوج بس هم كرموسومين بس انا بفصص فردي خلي بالك انا بقولك 46 كرموسوم يبقى انا بتكلم على ازواج؟ اه لا بتكلمش على ازواج خلي بالك بقى طيب لو بتكلم بقى على الامشاك الجنسية اكتبهم كده ازاي؟ هو اصلا طيب كان كرموسوم 23 23 حلو جدا جدا بقى انا هقولوا انتوا شوفوا صحة ولا غلط لا ما تقوليش انا اللي هقول ممكن اقولي اسماع على الحيوان المانوي مثلا 22 زائد X او 22 زائد Y صح ولا غلط اه اللي هو اصلا نون اللي هو اصلا كله كله كام 23 كرموسوم هقول عليهم 22 زائد X او 22 زائد انا كنت لست بقولك بقى فرع الحصة ان الزكر بيجيب حيوان منوي اما Y و اما X صح كده ولا ايه؟ كل الحيوان المانوي ده هو في 23 كرموسوم تمام كده؟ حلو واحد منهم بس X او Y مش الاتنين مع بعض اما X او اما Y هممكن اقول 22 زائد X 22 زائد Y صح كده؟ ده كلام عظيم طيب ايه رأيكو لو قلت يا جماعة 22 زائد X ده هو قد يكون حيوان منوي و قد يكون بوايدة صح ام خطأ صح صح طبعا دكتور ممكن يكون حيوان منوي اهو ممكن تكون بوايدة لان كده كده البوايدة الكرموسوم الاخير بتاعها او الجنس بتاعها X فالX ده هيك قد تكون بوايدة او قد يكون حيوان منوي صح ولا ايه؟ ده كلام كواس جدا جدا طيب ماشي انتو كده فاهمين صح؟ طيب بصوا جماعة دلوقتي عندي مثلا ادي ماشي يجي 22 زائد X مش عارف هو ايه؟ ده حيوان ولا بوايدة مع 22 زائد Y هيعملوا ايه يا شباب؟ زاكر ولا اونسة؟ صح بالزبط طالما لمحت Y والله زاكر طيب اجمع كده اسماء 44 زائد X مش ده رمز الزاكر بالله مش ده رمز الزاكر صح ولا ايه؟ يعني كان ب44 45 46 طيب 22 زائد X ده مشيج مع 22 زائد X ده يعمل ايه؟ طالما لمحتش Y والله اونسة يبقى كده كان 44 زائد X طيب احنا كده من كل اللي فات ده عارفين يا جماعة يعني ايه كرموزومات وعارفين يعني ايه دي ان ايه وعارفين يعني ايه وعارفين يعني ايه يوكلوتيدات وعارفين يعني ايه الجيلات صح كده؟ حلو جدا جدا قالك بقى فاكرين بقى المشكلة بتاعة اولى الحصة لما كان عين مورودنش عارفين ده ايه؟ وقلنا هنحلله خلايا عشان نعرف الواد ده زاكر ولا اونسة هناخد يا جماعة عينة منه ونبص على الكرموزومات بتاعه نشوف كل الكرموزومات بتاعته واثناء الطور الاستوائي عاملة ازاي؟ وندرسوا بصوا بقى جماعة لو بنتكلم على زاكر حد يعرف يقولي الرمز بتاع الزاكر يا جماعة؟ الرمز العدد الصوغي بتاع الزاكر حد يعرف يقولهلي؟ 44 زائد X زائد X Y بصوا بقى هيترتبوا يا شباب في ترتيب تنازولي يعني من الكبير الصغير ومن الصغير الكبير؟ من الكبير الصغير من الكبير الصغير تنازول يا جماعة حسب الحجم ثم تركمها يعني الكلام ده بصوا جماعة هنرتب ال 46 كرموزوم يا شباب او 23 زوج فاهمين؟ هنرتب 23 زوج من الكرموزومات من الاكبر للاصغر ونسميهم عشان يبقى هقولك ليه؟ عشان مثلا لما نرتبهم الأكبر الأصغر وندرسهم نبقى عارفين مثلا ان الجين بتاع لون الشعر موجود على الكرموزوم رقم 5 ده مثلا مش حقيق بس ده مثال مثلا خلاص؟ الجين بتاع البصمة موجود على الكرموزوم رقم 8 فلو في واحد معين مثلا عنده مشكلة مشكلة في حياته بشكل عام او في خلية عنده مثلا فصفة معينة فانبقى عارف ودارس وموجود عندي في الكتب ان المشكلة ده هي موجودة على الكرموزوم الفلاني فلما تعمل ترس كرموزومي دور على المشكلة ده هي على الكرموزوم رقم كذا فلازم يكونوا مترتبين كويس فهمين حاجة؟ طيب فالترتيب مهم جدا تعالوا اقولكوا بقى نتبنهم ازاي بصوا يا جماعة قال لك احنا هنرتبهم من اللي فين؟ من الكبير الصغير كده ادي يا دكتور مثلا اول زوج كده كان كرموزوم؟ كده واحد لا اتنين يا عسل ما زوج كل واحد رقمه عبارة عن اتنين بس اختصارا بتحطنان كده يعني دك كرموزومي اصباب كامل وده كامل فهم حاجة؟ دول مش كروموزومات تمام؟ كده زوج الزوج الثاني الزوج الثالت الزوج الرابع الزوج الخامس آدي السادس آدي السابع آدي الثامن آدي التاسع آدي العشر آدي الحدو데 أدي الاتناشر آدي التارتاشر أنه عشررة بده أربعة داشر خمسة طشر سيد تاشر سبعتاشر تمانتاشر تسعة تاشر آدي عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين كيزه وabi hasma مش الذكر ده يا جماعة عنده زوج من الكروما الةميات الجنسية زوج يعني اثنين يا دكتور جاء واحد من الأب و واحد من الأم صحرا لأ مش الوايدة جاء من الأب على الحيوان المانوي والإكس دي جاء من الأم على البوايدة حصل ولا حصلش فكده في زوج من الكروموسومات الجنسية في وسط طرز الكروموسومي ركزوا بقى قالك الزوج ده هو وإحنا بنرتب كان مكانه الطبيعي بعد الكروموسوم أو بعد الزوج رقم سبعة يعني ايه الكلام ده؟ يعني ده الزوج الأول الزوج الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع المفروض ده هو كان اكس واي تعلمين حاجة؟ يعني مكانه في الحجم بعد مين؟ بعد السابع وقبل مين؟ وقبل الثامن؟ سبعة ثمانية صح أقول ليه؟ هو مش مكانه؟ ما حطهوش هنا جماعة ما حطهوش هنا ما حطهوش بعد السبعة خالص ده أمر مينه في الآخر خالص عشين يبقى مميز يعني يا جماعة حطوش أسماء أصلا رقم 23 رقم الكروموسوم الجنسي في الترز الكروموسومي كم؟ 23 ليه؟ عشين يميزوه عشان ده مهم جداً ده أهم واحد لا استنى ما تقول ليش استنى يعني الطبيعي إيه بقى؟ لو بصنا على ترز الكروموسومي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة التمن ده هو؟ كان المفروض يبقى X وار بس هو مش X وار ده هو اللي بعده و X وي حدفنا في آخر ترز الكروموسومي فإذا الكروموسوم الجنسي أو الزوج الجنسي ما كانوا في الترز الكروموسومي مش طبيعي ما كانوا مش طبيعي كان مفروض يققى فين؟ رقم تمانية بعد السابع بس هم شلوه حطوه في الآخر ليه؟ عشان ما يزوه بسهولة بقى أهم واحد صح؟ ولا ده اللي بحاج بالجنس؟ ولد ولا بنت صح؟ ولا مهم جدا؟ ركزي بقى فلما نقول يا جماعة سؤال مهم جدا زوج الكروموسومات الجنسية أكبر من زوج الكروموسومات رقم كام وأصغر من زوج الكروموسومات رقم كام هو أصغر من التمامية؟ لا أصغر من التمامية؟ هو مفروض أصلا ما كانوا فين؟ بعد سبعة فهي تعني بأن 7 أكبر منه فهو أصغر من سابعة صح؟ له صح sim thì? أصغر من السابعة أصغر من؟ وكلا؟ متوبهم ثمانية وهو أصلا كان مكانه تمانية ولكننا نزللنا فاحت فهو أصغر من الذي قابله وأكبر من بعد غير الى هو تمانية لكن أصلا ما كانτο مش هنا هذا لو يفترض أنه هو مكانه فهو أصغر من الذي قابله لحين نر� mum打 trost 풀 وكبر من الذي بعده ولكنه ما كانت هنا ولكنه مكانه تحته يعني بم 하지만 7؟ ايوه. خلاص كده? حلو جدا. طيب. الله ينور عليك. طيب. يلا يلا جماعة كده معي. نعمل لدكتور مع بعض الطريز الكرامسيوني بتاع البنت. ترتيبه كما جماعة? او رمزه كم? اربعة واربعين زائد. اكس اكس. صح كده? يلا كده مع بعض باسم الله الرحمن الرحيم. يلا كده. ادي واحد الزوج الاول. الزوج التاني. الزوج التالت. ادي الرابع. ادي الخامس. ادي السادس. ادي السابع. كان المفروض هنا. اكس اكس صح كده? قال لك لا. ده احنا هنرمي اكس اكس ده تحت خلاص كده. زي ده واردو كده. زي ده واردو كده. رقم تلاتة وعشرين. يبقى دكتور صح ولا غلط? هل زوج الكرامسومات الجنسية ده هو موجود في مكانه الطبيعي في الترز الكرامسومي? لا. اللي جابه لأ اه. محضوف في اخر الترز الكرامسومي عشان نميزه. بس اصلا مكانه فين? مكانه بعد الكرامسوم السابع. يبقى هو اصغر من سبعة واكبر من تمانية. خلاص كده? حلو جدا. يبقى دكتور واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. المفروض هي انا قل لك لا. التامين ده هو معدلة التاسع. قادي العشر. قادي الحدول اشار 시ا db4 13 14. 15 16 17 17 18 19 20. 21 22 23. ايه تاتة وعشرين ده? Next. خلاص كده? طيب. بص بقى 6. جماعة في حاجة مهمة جدا 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 عشان مسائل. اوه مساء اما ليه بص كده يا سبتي هيجيلك مسلا مسلا ترس كرموسومي قولك الترس ده بتاع ولد ولا بنت الموضوع ابسط ما يمكن ابسط ما يمكن اي اسماء ده ترس كرموسومي خلاص لو عايز عارف ولد ولا بنت بص فين مهم عشان كده سهلوه ورموه تحت يا جماعة عشان كده حطوه تحت عشان ابصوا بيسهولوا عارف ده ايه صح ولا ايه لقيت كرموسومي عمل كده والكرموسومي عمل كده واحد كبير واحد صغير بصي بقى همهدلك بقى كده 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 الكرموسومي اسماء اكس يختلف عن وي همسطها لكم بالحياة العملية مين ادخن في الحياة الرجل ولا الانسة 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 ادخن اكيد الانسة ماليانة ادخن صح كده فالاكس يا جماعة ادخن بص كده بتلاقي الاكس كبير عمل كده اسماء مين صفيف وحليوه كده انا مين الولد صح ولا ايه فالواي صغنا كده وصفيف وحليوه كمان حاجة بقى الثالثة سنون عايزين نعرف مين الاسرع ومين الابطأ مين بيعيش اقل مين بيعيش اكتر اهبدوا من الحياة مين الاسرع الولد ولا البنت يبقى واي اسرع واكس ابطأ صح كده؟ هتعرفوا ليه هذا الكلام بعد كده خلاص؟ طيب لو بنتكلم على الحياة مين بيعيش اكتر الكروموسوم الواي ولا الاكس؟ الاكس لان يا دكتر البنت بتعيش اكتر الولاية يا جماعة بتجيب اجل الراجل وتخليه موت وهي كمل عادي خلاص يا جماعة؟ في اكس ده ولاد ده حياته اطول حياتي بقيت اجمل بكتير انا حاسي فعلا بالتغيير اصلا ايه؟ اكس خلاص؟ اما يا جماعة حياته اقل واكسر تمام؟ طيب طرس كروموسومي اسماء بصيتي على الكروموسوم الاخير رقم 23 لقتيه عامل كده مؤدبع ببينت ده بين؟ صح ولا ليه؟ لان دول يا دكتر والله اكس اكس خلاص بقى انا كده عرفت ان يا دكتر الكروموسوم اكس ده يكون لذي كبير اما ايه يجمع كبير ده يسمعها يا دكتر حاجة اسمعت الترز الكرموسومي يبقى شباب الفكرة كلها في الطرز الكرموسومي تعريفه هو ترتيب الكرموسوميات تنازليا حسب حجمها ثم ترقيمها سهلة؟ فهمتوها؟ ترتيب الكرموسوميات تنازليا حسب حجمها ثم ترقيمها لكن اللي بره الترتيب أو اللي فيه إكسبشن أو اللي فيه استثناء هو الكرموسوم رقم 23 اللي هو الكرموسوم الجنسي حدفناه في الآخر تحت خالص مكان طبيعي كان بعد رقم 7 يبقى في الطبيعي هو أصغر من 7 وأكبر من 8 خلص كده ده يا جماعة زوج الكرموسومات رقم 23 قلنا يا شباب سؤالي أسماء قلنا الخليجة قبل ما تنقسم بتعمل تضاعف للصبغيات في الطرنهون تضاعف صح في الطر التمهيدي قبل الانقسام صح ولا إيه؟ طيب بنشوف يا دكتور الدي إن إيه على صورة كرموسومات في الطرنهون استوائي صح جدا جدا طيب فيا دكتور والله يحدث تضاعف قبل الانقسام؟ ماشي جماعة قلنا الجين عبارة عن إيه؟ يعني إيه جين يا شباب؟ والله يا دكتور الدي إن إيه ده؟ الشريتين عبارة عن قطع اسمها النيوكلوتيدات كل ثلاثة اسمهم جين فالجين عبارة عن تتابع من النيوكلوتيدات موجودة على أحد شريتين دي إن إيه؟ سهلة؟ ده يا دكتور والله الجين بيعمل إيه؟ بلك يمثل شفرة لأحد الصفات الوراثية مسؤول عن ظهور ظهور صفة وراثية معينة سهلة يا أولاد؟ ده يا جماعة بالنسبة للجين طيب جي بقى كلام ده مفهوم صح مفهوم الكلام ده جي بقى علمين عملون لنا حاجة اسمها النظرية الكروموسومية عايزين نيرتبوا الكلام اللي إحنا نقضي ده كله في النظرية عشين ياخدوا إيه؟ نوبل مع أي حدي ما يعرفش أي حاجة يقول أي حاجة عشين ياخد نوبل خلاص؟ مسلا مسلا حبيبة اكتشفت حاجة عشان يناعم الشعر عصلي شعرها خشي خلاص كده؟ فتقوم تكتشف مسلا حاجة معينة وتقول لأجماعة أنا اكتشفت مسلا دوا بناعم الشعر اعملوا بسهو شوار؟ طب احنا عارفين بتقول لك إيه؟ أنا عايزة أخد نوبل دول عملوا كده مين بقى؟ ساتون وبوفري عملوا إيه بقى؟ اكتشفوا حاجة اسمها النظرية الكروموسومية خلي بقى لكم ما اكتشفوهاش هم رتبوا الكلام ده بس طعم يكونوا مع بعض كده بقولك يا أول حاجة عدد الكروموسومات في الخلال الجسدية يساوي اتنين نون يعني مجموعة كاملة من الصبغيات يعني بمعنى آخر توجد الكروموسومات في الخلال الجسدية على صورة زوجية من الصبغيات يعني ايه الكلام ده؟ يعني فهي 46 صح كده؟ يعني اتنين نون بقولكوا في شكل أزواج متمثلة يعني ايه برضو؟ يعني يا دكتور كل اتنين مع بعض كل زوج مع بعض ومش هم 46 يعني كم زوج؟ 23 زوج صح كده؟ دي أول حاجة تاني حاجة كلام برضو سهل جدا بقول لحضرتك تحتوي الخلايا الجنسية على نصف عدد الصبغيات اللي موجودة في الخلال الجسدية صح والألا؟ بما تفسر يا حبيبابا تحتوي الخلايا الجنسية على النصف ليه? حيشان هي الع coraçãoةين بنتوب نصف لأ connصف خلاة ليه عشان ما تيجي بانقسام ايه؟ بس خلاص عشان تنتج بانقسام مايوزي عشان تنتج الخلايا الجنسية أو الأمشاك بانقسام اختزالي مايوزي ديا جامعة ني حاجة؟ سهل جدا 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 طيب بقول لك أثناء الانكسام يسلك كل زوج من الكرموسومات سلوكاً مستقلاً عند انتقاله في الأمشاج يعني ايه الكلام ده؟ يعني يا دكتور لما جاء كون المشيجة يا شباب بنقسم يا أسماء خلي بقى لك مش دول 46 أما نجي الكرموسوم مشيجة عزين منهم كامل بصوهم بس 23 قال لك مفيش ترتيب معين أثناء الانكسام يعني كل واحد كده بيسلك سلوك مع نفسه يعني مثلاً مثلاً ده هو سلوك مع نفسه سلوك الواحد و سلوك الواحد و سلوك الواحد دي ثالت حاجة مهمة جداً بقى بقول لك إيه عند الإخصاب يعود العدد الزوجي الكامل من الكرموسومات هفهم يعني ايه؟ يعني؟ لا استني 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 انت عارفة؟ عارفة عن ايه؟ قولي ايه بدي؟ يعني علشان هو بيطلع مصوم من الانكسام حلو لما يحصل الإخصاب يعني لما يتجوزوا يتحدى الحيوان المانوى مع البوايضة يعود العدد الكامل للصبغياط يعني إيه؟ يعني النون مع النون ترجع اتنين نون داني خلي بالك بقى المشيج ده كم أصله خلية جاسبية مثلاً في الخصية كم؟ اتنين نون لما جي المشيج بقى كم؟ بقى نون لما يحصل إخصاب يرجع في الزاجة كم نون؟ اتنين نون دي يا جماعة الحاجة اللي بعد كده اللي هو عند الإخصاب يعود العدد الزوجي الكامل للصبغياط بعد كده بقولك إيه؟ تقع الجينات على الكرموسومات والكرموسوم الواحد يحمل مئات الجينات خلي بالك انا قلتلك الجينات فين؟ على الدين ايه؟ اللي هو أصلاً أصلاً بشوفه على صورة الكرموسومات يعني اسماء كده كده يا حبيب الدين ايه ده هو هو الكرموسوم عادي هو هو بس يترتب بس في شكل معين عند الطور الاستوائي مش أكتر من كده فبقولك بقى أن الجينات تقع على الدين ايه؟ أو على الكرموسوم عادي صح كده؟ فاهمين؟ بس طيب قالك بقى الكرموسوم الواحد يحمل مئات الجينات يعني يا دكتور على الكرموسوم الواحد بهم هلقى عليه بقىات الجينات وهنا يا جماعة مية وهنا مية وهنا مية وهنا مية وهنا مية وهنا مية عندي بقى ستة واربعين صح ولا ايه؟ كل واحد عليه مئات مثلاً مئات الجينات يطلع عندي آلاف الصفات الوراسية بتاعتي تمام؟ فاهمين حاجة؟ امم تاهمتوا؟ امم الدرس خلص بجد الدرس كل خلص تعالوا نشوف الأسئلة الصفرة اللي موجودة فيه بص في الكتاب اللي معاك افتحوا الكتاب اللي معاكو يلا افتحوا الكتاب تعالوا نقرأ الدرس مع بعض كده يلا يلا افتحوا الكتاب و اصفيه رو فيه حاجة مش عارفين هقولولي يلا باسم الله الرحمن الرحيم كتاب اللي امتحان يا شباب صفحة 11 الجديد يعني بتاع السنة دي يبحث الانسان من الزمن طويل عن كافية انتقال الصفات الوراسية عبر الأجيال المتتالية وأسباب التشابه والاختلاف في الصفات الوراسية يعني عايزين يا جماعة نشوف ايه اللي بيشير الصفة الوراسية عندنا في جسمنا ماشي الى ان اكتشف العلماء في بداية القرن العشرين ان المعنوات الوراسية التي تؤدي الى زور الصفات الوراسية الخضعة او الخاصة بجميع الكلاهات الحية تحمل على الكروموسومات او الصبغيات ما احنا قول لك بقى اسمها ان الكروموسوم هو الصبغي هو وهو صح كده الكروموسومات توجد داخل نواية كل خلية من خلايا كان الحية بصوا فوقه خالص على الصبورة كده شمال دون صفاته خالص الكروموسومات توجد داخل نواية كل خلايا من خلايا كان الحية وكلمة في الكتاب متفسرة بالتفصيل يوجد نوعين من الخلايا في جميع اجسام الكائنات الحية من النحاة الوراسية وهما الخلايا الجسدية والخلايا الجنسية صح؟م فالا ايه الرئيب отлич two- Leaksia مثلا جماعة زي كل خلايا اللي في جسمنا الجنسية اللي هي المشاج اللي هي ايه حبيبة في الذكر بتاع الانسان اسمه الحيوان المنوي في الانس اسمها البوايضة في الزهرة المذكر اسمه يا اسماء حبة اللقاح اللي بيطلع من الموتوك اما في الزهرة المؤنسة البوايدة بتطلع من الميباب برضو خلاص كده؟ طيب بعد كده الترز الكرموسومات اول كريوتيبنج بصوا على التعريف تحت ترتيب الكرموسومات تنازلا حسب حجمها ثم ترقيمها يمكن تصوير الكرموسومات عندما تكون في اوضح صورة لها اركز بقى في اوضح صورة لها من خلال المايكروسكوب يتم تحديد وتصنيف الكرموسومات في ازواج متمثلة في الخلال الجاسدية والمناسل اللي هو ايه اسماء اللي هو الترز الكرموسومي ده خلاص كده؟ طيب وترتب حسب حجمها تنازليا حيث يتم ترقيمها وتعرف ذلك بالطور الترز الكرموسوم طيب لتسهيل ترقيم وترتيب الكرموسومات يمكن تلونها بقى لون مختلفة بلونها وخلاص عشان اعرف مثلا واحد احمر اتنين اصفرها كزا سهلا يعني خلاص ملحوظة ملحوظة تكون الكرموسومات في اوضح صورة لها عند فحصها تحت المايكروسكوب الضوئي اثناء الطور الاستوائي صح كده قلنا الكلام ده يا جماعة؟ سهلا؟ من الانقسام الخالي واللي يصل للايه؟ الميتوزي ماشي؟ طيب الترز الكرموسومي بص كده اسماء على اليمين كده عندك هتلاقي تحت خلص رقم 23 اكس واي ولا ايه؟ ولا اكس اكس واخدى بالك ان اكس طويل واي قصير بصوا يا جماعة على شمالكو هتلاقي انتصارينولعاتك هتلاقي الترز الكرموسومي للانسة هتلاقي اسماء كرموسومين طوال شايفون يا حبيب Awards اكس اكس ولا اكس واي ولا واي واي ده ولا ايه؟ اكس ينفعها جماعة بخمو استعمالية حاجة اسمها واي واي ولا مينفعمان اللعين واي واي ولا ايه مينفعش اعني اذا بخمو كدا؟ طيب من دراسة الترز الكرموسومي لخلاءة جسدية في الذكر والانسة اول حاجة يوجد في الخلاق جسدية للانسان كم كروموسوم؟ 46 كروموسوم يعني كم زوج؟ 23 كويس ترتب هذه الكروموسومات في ازواج متمثلة تنازليا حسب حجمها من كم؟ من واحد ليه؟ 23 وعارفين ايه اسمها كويسة ان 23 ده ايه؟ الكروموسوم الجنسي او الزوج الجنسي صح كده؟ تسمى الازواج من واحد ل 22 بالكروموسومات الجسدية يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني يا جماعة مش دول كلهم 23 من واحد لحد 22 دول اسمهم كروموسومات جسدية مش ده الجنسي يبقى الباقي بس خلاص يعني لما اقول لك مثلا مثلا خالية جسدية بيها بها 46 كروموسوم يا اسماء يبقى كده فيها كم كروموسوم جسدي 44 واغتبلك هنا اسماء يا حبيبة اننا قلتلك هنا 44 زياد xy وهنا 44 زياد xx ايه ده؟ ده زوج الجنسي وده زوج الجنسي او ما لدول كروموسومات جسدية تفاعمين حاجة؟ طيب نكمل زوج الكروموسومات الجنسية لا يخضع لا يخضع لترتيب الكروموسومات من حيث الحجم وهو يالي زوج الكروموسومات رقم سبعة في الحجم ولكنه يرتب في نهاية الكروموسومات واحمر رقم ترجع عشرين سهل ولا صعب؟ أقل من السبعة وأكبر من الثمانية لانه بعد السبعة ماشي ما هو الترتيب ده على حسب قاعدوا نقق كبير الكبير 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 وحطوه مرة بعض الأكبر في الأكبر في الأكبر في الأكبر لحد ما رتبه؟ تمام؟ طيب بص كده ده يا جماعة صورة حقيقة للكروموسوم شايفين يا جماعة اكس عجل ازاي؟ شايف اكس عجل ازاي؟ والصغير ازاي؟ طيب في الأنسة اكسين قد بعضهم عجلنا هم تمام؟ لذلك يختلف الترز الكروموسومي لذكر الانسان عن الترز الكرومسومي لأنثى الانسان طيب فوق بقى صفحة 13 التركيب الصبغي في الخلايا الجسدية لذكر الانسان هو 44 زياد x-y سهلا دا اسم التركيب الصبغي اما فى الأنثى كامح حبيبة 44 زا '' x إِكس'' زوج الكرومسومات رقم 23 في الترز الكرومسومي لأنثى الانسان اصغر حجما من زوج الكرومسومات رقم 7 الذي قريبه بعده تنزلي بعد السبع هو الكبير و اكبر حجم من رقم 8 لأنه تمانية بعده صح كده؟ طيب يلا نحلل الأسئلة الصفرة دي أه صفرة أه صفرة يلا واحد أي من مالي يصف الكروموسوم الذي يميز الذكر عن الأنسة في الإنسان؟ يقصوا دي يا جماعة يقصوا دي مين اللي بيميز الذكر عن الأنسة؟ أنه الكروموسوم تعالوا عشان كله على بعضه؟ معه الجنس ده عندي زوج منه X و Y إيه اللي مختلف في الذكر عن الأنسة؟ Y بس صح كده؟ تعالوا نشوف بقى الصحة إيه فوقك بقولك بقى أول حاجة يكتصر وجوده على الخلايا الجنسية فقط يعني هل تتخيلوا أن Y أو X في الخلايا الجنسية بس؟ نعم يا جماعة Y أو X في كل خلايا أنا أسماء فكلا مش الخلايا الجسدية مش الخلايا الجسدية يا عيال كتربعة واربعين زياد X و Y يعني كل خلايا الجسدية فيها ستة واربعين اتنين منهم دايما X و Y عادي صح؟ فإذن الله يكتصر تمام؟ هما كروموسومات جنسية موجودين في قلب الخلايا الجسدية عادي تمام؟ يبقى كدة موجودا المتفاقة دي غلط لأنه موجود في كل خلايا تمام؟ يرقم بالكروموسوم الثامن عشر أو الثامن في الترز الكروموسومي؟ لا طبعا تبصوا كده بقى جين من الكروموسومات الأصغر حجما؟ طبعا طبعا صح يبقى كده أنه هو أصغر حجما في هو من الكروموسومات الأصغر حجما طب اتنين يدق دراستك لطرز الكروموسومي لأنس الإنسان ما الترتيب الصحيح للكروموسوم الجنسي في البوايدة من حيث الحجم جماعة الجنسي في البوايدة اللي هو ايه اسماء في البوايدة هي عبارة عن ايه قولي كده التركيب الصيف غير البوايدة هي كم الكروموسوم 23 صح كده 22 زائد زائد البوايدة xx x بس البوايدة فيها x الحيوان في x أو y دي البوايدة لكن الخلايا الجسدية xx أو x y لأنها 46 تمام يعني اسماء الخلايا الجسدية فيها زوج من الكروموسومات الجنسية أما المشيج فيه كروموسوم الجنسي وحباس البوايدة دايماً x الحيوان المنوي دايماً x أو y خلايا الجسدية فيها زوج شايف هاته 46 يعني هي كرة زائدة مثلاً لا هي مش زائدة زائدة اللي جاي من التحدي الحيوان المنوي مع البوايدة خلايا الجلد جلد وي من ايه كل جسمنا كده كل الجسمنا كده كل الجسمنا كده كل الجسمنا كنخلي واحدة في الأول اللي اسمها الزائج كنت سيجد دا لما انقسم خلا كل الجسمنا كده 46 فيهم x و y فهم حاجة؟ طيب ماشي يبقى جماعة 8 يبقى الترتيب الصحي كم؟ يا شطور عدد الكروموسومات بقولك يختلف عدد الكروموسومات في الكلامات الحية من نوع لاخر الى انه ثابت لافراد النوع الواحد ما معنى هذا الكلام؟ يعني يا جماعة في الانسان كل خلايا الانسان يا شباب كم كروموسوم؟ 46 كروموسوم كل الانسان؟ كل الانسان زي اللي في أوروبا زي اللي في أمريكا زي اللي في أسيا زي اللي في الصين زي اللي في كورة الجنوبية زي بي تي اس زي كلها تمام؟ زي بلاك بينج تمام؟ طيب لو سألتك بقى حبيب كده الانسان 46 الكلب 46 الحمر 46 ترد يا بقى؟ اكيد لا اكيد لا فكده فيه اختلاف بين نوع ونوع اخر يبقى جماعة عدد الكروموسومات متساوي في النوع الواحد لكن المختلف من نوع لنوع اخر فاعمين حاجة؟ فاعمين حاجة؟ خلاص كده؟ طيب ده يا جماعة اول سطر به ثبات اعداد الكروموسومات يا اسماء بص في الكتاب لأفراد النوع الواحد الذكر والأنثى دليل على ان الكروموسومات هي التي تحمل المعلومات الوراثية التي تحضل الصفات الكاننة الحية مش احنا يا جماعة قلنا ان الكروموسومات في الكانن الحي في النوع الواحد مثلا زي الانسان هما 46 ده معناه ان الـ ده اللي بيشير الصفات الوراثية في كل الكاننة الحية تمام؟ اما البروتين بيختلف انا عندي عضلات قليلا او اكتر انت عندي كتير احمد عنده اقل فلان عنده اكتر البروتين ده كميته مختلفة صح كده؟ فالفكرة كلها ان لو البروتين ده هو المادة الوراثية كان بقى عدده متساوى في الانسان كله اما عشان الدين ايه هو المادة الوراثية؟ عدده متساوية في كل العدد او في كل النوع في نفس النوع يعني كل الانسان ستة واربعين كل الكلب مثلا كزا 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 كل الفوار كزا كزا طعام ما؟ هيجي ابس ابدالوقتي طيب تختلف اعداد الكرومسمات في الخلايا الجسدية عنها في الخلايا الجنسية الامشاج على حسب يبقى تعال نشوف اول حاجة الخلايا الجسدية تحتوي على مجموعتين يا شباب من الكرومسمات المتمثلة في سورة ازواج يعني ايه الكلام ده؟ يعني فيها كم نون؟ اتنين نون؟ مجموعتين يعني ايه مجموعتين؟ كل المجموعة كام؟ تلاتة وعشرين المجموعتين كام؟ ستة واربعين خلاص كده؟ حلو جدا يبقى تحتوي على المجموعتين خلاص اتنين نون تنتج بالانقسام الايه؟ ميتوزي زي مين زي الجلد دول عضلات والبنكرياس والدم البيضاء خلاة دم البيضاء خلاة دم يعني طيب الجلسية بقى جماعة والامشاج تحتوي على مجموعة واحدة من الكرومسمات اي نصف عدد الكرومسمات الموجودة بالخلايا الجسدية يعني الخلايا الجسدية من النون؟ المشيجي بقى كام؟ نون بس صح كده؟ اي انها خلايا احدية المجموعة الصبغية يعني نون تنتج بالانقسام الايه؟ الميوزي تمام. زي ايه؟ امشاج مذكرة في النبات اسمها حبة لقاح في الانسان اسمها حيوان منوي بعد كده امش اجموها الناسة بوايضات في النبات والحيوان. خلاص قلنا جماعة البوايضة في النبات زي البوايضة في الانسان. طيب. بصول كده شباب على الطرز الكروموسومي اللي على يمينكو دوت. شايفين الزوج رقم تلاتة عشرين? ده بتاع ولد ولا بنت? صح? ليه? لان دول اكسين طوال جنب بعض همت. طيب اللي علشمالكو بقى ده بتاع ايه? اه دفاع اكس واحدة. خلي بالك بقى. واخدى بالك ان كل الكروموسومات فردية? اه. واخدى بالك ان دول تلاتة عشرين من ستة واربعين? ايه. ده مشيج. ده مشيج ده بوايضة. ده مشيج صح? بوايضة? او حيوان مناب. الحيوان ده هي اسماء ممكن يكون في اكس وممكن يكون من نوع واي. فهم حاجة? صح? ايبا ده بتاع مشيج. بص كده فوق. بقولك تحتوي نوات الخليج الجسدية مثل خليج الجلد في الانسان على ستة واربعين كروموسومي يعني كم زوج? يعني ثلاثة عشرين زوج. واخدى بالك ان هم مرتبين في زورة ازواج? حلو. اما التنين بقى. تحتوي نوات المشيج المذكر حيوان منا ويا اسماء هو. او البوايضة هي حبيبة في الانسان على الثلاثة وعشرين كروموسوم فقط. اقولي عايز ايه? او كده او كده. او كده. او عايز. مشكلة يعني. خلاص? طيب. تذكر ان الانكسام الميتوزي يحدث في الخليج الجسدية زي ما قلنا جماعة. وان عدد الصبغيات في الخلية النتيجة يكون زي الاصلية بالزبط. وكمان المعلومات الوراسية بتكون زي الاصلية بالزبط. زي ايه? اه زي الخلية اللي في الجسد كلها معادة الامشاج. الاطور تحت ايه? التمهيد الاستوائي الانفصالي الطور النهاي. قلنا جماعة بتشوفوا الكروموسومات والطورن هون? الاستوائي. ده سألوا ممكن يجي في الامس كيوب. خلاص? الميوزي يا شباب. يحدث في خلية المناسل زي ايه? زي الخصية والموتوك المبيض. عدد الصبغيات في الخلية النتيجة الامشاج يكون ايه? نصف ولا كل ولا نفسه? نصف. لانو منكسان مايوزي اختزالي. انو الاختزالي يا حبيب الاول ولا التاني. الميوزي الاول هو الاختزالي. شطور perfectly. تحتوي الخلية النتيجة الامشاج على نصف المعلومات الوراسية للخلية التيجس مأتمها بقى؟ نتيجة اختزال عدد الصبغيات الى النصف حيث تنفاصل ازواج الكروموسومات المتمثلة الى مجموعتين مع متساوياتين من كروموسومات تتوز على الامشاك. فهم شيء ؟? يعني ال 2 نون بتاع الخلايا الجسدية بتقسمه ال 2 نون و نون تمام ؟ حلوه خالص . طيب برج قلي moduley everlasting two enter نون ونون global الخطأ شائع. هناك خطأ شائع عن الكروموسوم يكون في جميع مراحل الانقسام ثناء الكروماتيد. يعني ايه؟ يعني كروموسوم ثناء الكروماتيد؟ يعني كده يا اسماك يعني كده يا حبيبة هذه هي سناء الكروماتيد. يعني كده يا شباب سناء الكروماتيد Hahaha يعني كروماتيدة وكروماتيدة اما واحدة الكروميسوم يعني ايه يعني دكتور هي واحدة كده تمام تمام بقولكين بقى احنا منشوفه صناقة الكروماتيد بس الكروموسوم يكون صناقة الكروماتيد من بداية الانقسام الميتوزي يعني جمع في طور التم هيدينا هوات وحتى طور الاستوائي يعني اخر كروموسوم بنرى debate في اتنين كروماتيد عند الاستوائي طب الانفصالي? ماهم مفصلوا فاكرين لما قلنا هنا في طور الانفصالي بينفصلوا فاكرين الخط المغزانية بتشدك واحد فوق واحد تحت انفصل الاتنين عن بعض صح يا شباب؟ حالكم ده الكلام اللي عندك في جميع اطوار الانقسام الميوزي الاول وفي الانقسام الميوزي الثاني حتى الطور الاستوائي فقط يعني في الميوزي الاول بصوا هنا كده الصفحة اللي قبلها كده على الشمال تحت شايفين يا جماعة الانقسام الميوزي ميوزي اول وتاني صح كده؟ وقدين باكو بقولك ان اللينقسام الميوزي الاول دهو بيكون الكروموسوم فيه اتنين كروماتيد في الميوز الثاني بقى بيكون برضو اتنين كروماتيد لحد الطور الاستوائي زي اللينقسام الميتوزي طيب الكروموسوم يكون احد الكروماتيد في الطور الانفصالي والنهائي من الانقسام الميتوزي تتكلم احنا عارفين وانحنا قلنا اسمنا ان هو زوجي فين؟ في التمهيد والاستوائي يبقى في الانفصال والنهائي بيكون فردي خلاص كده؟ من الانكسوم الميتوزي والميوزي الثاني ويسمى بالكرومسوم البناوي يعني لما يبقى بقى واحد بس مش اتنين بقى اسمه كرومسوم ايه؟ بناوي خلاص كده؟ هلو طيب بص بقى ده حاجات مش عالين يا جماعة مش فلمان هاجيعني بس بقولك يا حبيبا بقى ان الكلب عنده كم كرومسوم؟ كم صبغي؟ تمانية وسبعين اكتر منك تخيل ايه بقى؟ انت عندك كم؟ والله ايه انت عندك كمية بقى؟ يبقى الكلب كم؟ تمانية وسبعين اكتر منك شفت بقى؟ الغوريلا اه شفت بقى؟ الغوريلا عندها تمانية واربعين الهرة عندها تمانية وثلاثين ايه الهرة دي؟ الكتة السلام عبدت بتاع اللغة العربية الدجاجة اثنون اثنون ثلاثين البطاطا يا جماعة تمانية واربعين التبغ يعني بتاع المعاس سجاير تمانية واربعين لانه اصلا نبات بيتزرع القمح اثنون واربعين البصل ستاشر البازلاء اربعتاشر ده كلام جميل جدا جدا يتضح مما سابق ان عدد الكروموسومات في خلال كأن الحي لا يعبر عن درجة رقيه او حجمه يعني ايه الكلام ده يا جماعة؟ يعني مش كل اما كتر عدد الكروموسومات الكأن ده بقى راقي ده الكلب عنده اكتر منك كروموسومات يبقى كده الكلب ارقى منك ارقى منك يا حبيبة؟ خالص طبعا انت عندك ستة واربعين وعنده 78 وانت ارقى منه وانت بتفهمي صح ولا ايه او بفهمش تمام؟ فجماعة عدد الكروموسومات يأسمائي اللي بتتحكي لا يدل على رقيه الكأن الحي صح؟ فهمها؟ طيب حلو جدا جدا ماشي؟ يلا كده نحل يا جماعة؟ السؤال ده مهم جدا بقى صفحة 16 فوق صفحة 16 فوق يلا نحل مع بعض بيقولك اي من مالي يعبر عن التركيب الصبغي لخلية من كبت ذكر انسان طبيعي بص يا جماعة جلنا رسمة ازا كده يا اسماء؟ بيقولك هنا على السيني ده اسمه السيني وده اسمه الصادي صح كده خطافة الرياضيات تمام؟ هنا الخلية وهنا عدد الصبغيات تمام؟ بيقولك هنا عدد الكروموسومات 22 يا اسماء وهنا 44 يا حبيبة خلاص كده؟ السؤال ايه اسماء؟ لو جينا كده نكتب تحت كل خلية من دول عددها الصبغي ركزي بقى معي هنا كم؟ كم كروموسوم؟ 22 خلاص بي بقى معها كروموسوم جنسي زائد الاحمر ده ايه؟ هو حطتلك علامة في الكتاب زائد اكس تمام؟ حد يعرف يقول لي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه؟ اما بويضة أو حيواء ده مشيك زكا لوان سوا عادة خلاص كده؟ طيب ركزي بقى ده يا شباب ده اتنين يا دكتور وعشرين زائد ده خضر ده ايه؟ ده زكرا ده يا دكتور مشيك زكري حيواء ما نوي تمام؟ حلوة طب ده ركزي بقى ده يا دكتور عبارة عن اربع واربعين زائد اكس واي خلوا لكم بقى يا ولاد ده عبارة عن جنين زكرا ولا انسة؟ ده زكرا زكرا ده في ويا اسماء؟ صح ولا ايه؟ طيب ده بقى عبارة عن ايه؟ اربع واربعين اهوات يا اسماء اهو عند الاربع واربعين زائد اتنين من الاحمر يعني زائد اكس اكس ده عبارة عن ايه؟ انسة يبقى دكتور كده عالترتيب مشيك زكرا انسوي مشيك زكري بعد كده زكر بعد كده انسة تعال نشوف اهو عايز ايه بقول لك يبقى اي ممالي يعبر عن التركيب الطبيعي لخلية من كبد كبد زكر انسان طبيعي؟ السؤال بقى جماعة الكبد داخلية ايه؟ جسدية صح ولا ايه؟ رمزها كم؟ وتركيبها الصبغي كم؟ اربعة واربعين زائد اكس واي لنقول لك زكر انسان خلاص؟ يبقى جماعة نختار ايه بقى نختار رقم عين كويس طيب اي ممالي يعبر عن التركيب الصبغي لبوايدة انسة انسان طبيعية؟ جماعة بوايدة انسة انسان طبيعية يعني اثنين وعشرين زائد اكس صح كده؟ ركز بقى فين الاكس اللي عندنا؟ ايه يبقى يا دكتور سين طيب اي ممالي يعبر عن التركيب الصبغي لخلية انسة انسان طبيعية كلية انسة يعني يا شباب؟ يعني خلايا الجسدية يعني ستة واربعين يعني اربعة واربعين زائد اكس اكس خلاص كده؟ ايه يا جماعة؟ طيب ده سؤال برضو مهم جدا جدا موضع المتحان ماشي بعد كده يا جماعة بقول لك اللي قد سبق علمت ان الكروموسومات توجد داخل نواد كل خلايا من خلائك كان الحي الكروموسومات تتكاوم من الحمد النواة دي ان ايه والبروتين عارتنا الكلام ده في الاولي اسماء حد شاطري يقول للحمد النواة والبروتين دول اثنين اسمهم ايه؟ لما يقوم كسفين كروماتين صح دي ان ايه تتكاوم من وحدات بناءاته سمى نيكلوتيدات بان يحمل جناعة المسؤول عن ظهور صفات الوراسية اللي كان الحي الجين عبارة عن تتابع من النيكلوتيدات على الجزي دي ان ايه؟ يمثل شاطري لبروتين ما مسؤول عن ظهور صفة معينة طيب اخر حاجة بقى النظرات الكروموسومية العلمان اسمهم ايه؟ اسمهم ايه حبيب العلمان دوله اسمهم ايه؟ ساتون 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 ساليه بس ساتون وبوفري خلاص؟ طيب طيب توصل عام ارسامات اثنين؟ اساس النظرات الكروموسومية طيب في الكتاب انت وهي بص عねぇه في الكتاب خلا elle دوجة الكروموسومات في الخلايا الجسدية في شكل ازوااج متمثلة يعني كام نون يعني اثنين كüşنون تحتوي الخلايا الجنسية او القنشاج على نصف عدد الكروموسومات يعني يوم بس قول للكلام ده لبقى لانها تردوج من كسام سيد انكسام ميوزي اختي ذاي لخلايا المناسل حيث تنفصل ازوااج الكروموسومات المتمثلة الى مجموعاتين المتسamaتين من الكروموسومات تتوزي على الامشاج يعني ايه الكلام ده؟ يعني يا دكتور لما يحصل انقصام ميوزي بنقسم الخلايا او الكروموسومات لمجموعاتين متسوطين اي اسماء يعني نون ونون زي بعض او قد بعض ثلاثة يسلك كل زوج من الكروموسومات سلوكا مستقلا عند انتقالي في الامشاج أربعة عند الاخصاب يعود للعدل الزوجي للصبغة بصول هنا يعني يا جماعة المشيج الزكري اللي هو نون يتحل مع مشيج النساء اللي هو نون يعمل لي كمان زيجة اتنين نون يبقى جماعة الاتنين بترجع يبقى دكتور يعود للعدل الصبغة للكروموسومات خمسة تقع الجنات على الكروموسومات والكروموسوم الواحد قد يحمل مقاتل جنات والكلام ده احنا وضحناه اخر حاجة يا شباب الكيبوينت بتاعاتنا كمية دي ان ايه قولنا الكلام ده تكون متساوية في جميع الخلايا الجسدية لنفس النوع الكلام الحي يعني الانسان كله ستة واربعين الكلب كله مسلا تمانية سبعين القطة كلها مسلا حاجة عشرين وهكذا كمية دي ايه في الامشاك تعادل نصف ولا ضعف ولا نفس الخلايا الجسدية؟ نصف نصف اكيد اذا كان عدد الكروموسومات في خلية جسدية اللي كان حي هي اتنين سين يعني كم نون يا اسماء يعني اتنين نون؟ اتنين سين خلاص كده اكنه بقولك بالظبط اتنين نون اكنه بقولك بالظبط يا اسماء ستة واربعين عادي جدا صح ولا ايه؟ في مشكلة؟ نكمل بقى بقولك قولي بقى عدد الكروموسومات الجسدية في نواة الخلية الجسدية سوالي ‫دكتور نواة الخناية الجسدية اصلاً averaging كم نون؟ اثنين نون؟ حلو يعني كم كرموسوم؟ يعني ستة واربعين يبقى عدد الكرموسومات الجسدية في ستة واربعين بل لقدة ايه؟ أربرة واربعين اربعة واربعين صح içinde اليげ و بدك بقى اثنين نون نقاس اثنين أو اثنين نقاس اثنين ستة اربعين نقاس اثنين سهل .. حلو لو قلّك عند الكلب عدد الكرموسومات الجسدية عند الكلب مسلاً estre objectives قال لك ورا كم؟ 70؟ اهو 78 خلاص؟ يبقى عدد الكروموسومات الجسدية في النواة كم يا اسماء؟ 8 قطرحت مين؟ عادي جدا يبقى 6 و 70 واضحت ليه؟ عشان اعرف خلايا جسدية يبقى 6 و 40 وعشان اعز الجسدية بس اناقص كم؟ 2 طيب بصي اللي بعدها عدد الكروموسومات في نواة المشيج المشيج ها ها نص بالزبط نص الاتنين سين؟ سين سهلة يا بيت عدد الكروموسومات الجسدية في نواة المشيج احنا الفاسلك انا اتنين نون اللي هي introduقت Warner krumosaum عادي نواته بس مش الجسدية بتاع المشيج بتاع الحيوان المنوي بتاع المشيج آسمها نون فيها من نص بس اه يبقى سين اه اه ايه هو اللي اه فهمβα اية طيب الى البعض عدد الكروموسومات الجسدية في نواة المشيج كام؟ المشيج هذا نون يبقى سين كان عبارة عن 23 منهم كم واحد جنسي نقص واحد يبقى الجسد واحد نعم المشيج نون يعني كم 23 صح았습니다 منهم كم واحد الجنسي أما اكس آثن عادي جدا يبقى واحد يبقى الجسد الباقي 22 خلاص كده طيب اي العبارات التالية صحيحة اول حاجة الجين يمثل شفرة لعدة بروتينات؟ اللي جابه لا جماعة بصوا لي هنا وكتبوا عندكم كل صفة كل صفة بتيجي ببروتين يعني ميه الكلام ده؟ يعني يا أسماء لون الشعر بروتين لون العيون بروتين معين بيعملها خلاص كده كل جين من دهو بيدي بروتين والبروتين ده يدي الصفة خلاص كده؟ بقول لك بقى أول حاجة الجين يمثل شفرة لعدة ببروتينات؟ لا واحد بس البروتين ما هو إلا تعبير الجين عن نفسه؟ يعني الجين يا جماعة بيعبر عن نفسه بالبروتين اللي جابه أيها صح البروتين يمثل شفرة لعدة جينات؟ اللي جابه لا لجين واحد بس جزء دي إن إيه يمثل شفرة لنوع واحد من البروتينات؟ كتير أكيد لعشان فيه صفات كتير طيب الرسم البلاني التاني يوضح هتذكر مسمات في خليتين سين وصاط في الإنسان جماعة عايزكوا كده بصري على سين؟ يا شباب سين ده أسماء شايك فيها بصري على الصادي كده هتلاقي عشرة عشين تبتين اربعين وخمسين سين ده كام؟ فوق الخمسة واربعين بشوية يعني ستة واربعين إكتب جنبها ستة واربعين وصدا كام؟ فوق العشين بشوية يعني كام؟ يعني ممكن أقول إن سين ده تنين نون والصدا 저ه نون姐ورا يعني شن نون يا ممكن أقول إن سين ده خلاقة جسدية وأصدا خلاقة جنسية كم شاج؟ أهو جدا جدا ي vãoغبقى نشوف يقول لك ايه سين دي ايه وصد ايه تعال نشوف اول حاجة جماعة سين دي اتنين نون تنفع بويضة؟ لا تنفع حيوم منوي؟ لا تنفع خليج جلد او خليج عضلية يعني اما جيمو اما دالب شوف بقى صاد صاد اللي هو المشيج في جيم حيوم منوي ينفع؟ ينفع في ده الخليط مخ خليط مخ دي خلية الجسدية ما تنفعش يبقى جماعة الإجابة رقم جيم ام مالي صحيح عن محتوى نواة خلية في معدة انسة الانسان واحدة واحدة المعنى دي خليج الجسدية ولا جسدية؟ جسدية يعني كم نون؟ يعني اتنين نون خلاص كده؟ طف الانسة بقت بأربعة وعبر عين زيائد كم؟ اكس اكس خلاص تتعال نشوف بقى اول حاجة زوج من الكروماسومات الجنسية المتمثلة؟ يعني اكس او اكس متمثل؟ صح يا جماعة الاف صح طب بيه زوج من الكروماسومات الجنسية غير متمثلة؟ اكس واي؟ لا دكتور غير متوسط دائق سواء يعني في الزاكر مش في الانسة. خلاص كده كرموس مجسيه فقط طبعا لا جنسيه فقط طبعا لا. الحمد لله الدرس خلص. بس كده يا جماعة اكيد اكيد مقدرين المجهود دوت. ان شاء الله جماعة الواجه بتاعنا هيكون كتاب الانتحان على الدرس الاول في الوراثة. وهتحل ان شاء الله مع بعض الحصة الجاية. قبل الحصة الجاية هنزل لحضرتك كتاب الانتحان الحل بتاعه. ولازم تذاكر ان المجهود جبار جدا داخلين في ساعة ونصف او اكتر اكيد. فلازم تذكر لازم تحضر لك الفيديو. تكتب رأيك في الشرحة في كومنت. تبعت المحاضرة لكل صاحبك اللي تعرفه متشهرها في كل مكان على كل الجروبس. وان شاء الله جماعة نشوفكم في الفيديو اللي جاي. وانا اكيد اكيد بحبكم في اللا. بنشكر حبيب واسماء. وانا اكيد بحبكم في اللا تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا اكلاب. يلا اكلاب.